الأهلي والزمالك وبيراميزو سيراميكا كيليو بطرا يتنافسون على السوبر المصري في الإمارات أزمالك في مواجهة بيراميزو الأهلي أمام سيراميكا كيليو بطرا غداً الأحد في السوبر المصري طموحات واحدة عند الجميع كأس البطولة فقط ولا للتمسيل المشاهد كل جاهز والكل عنده الدوافع وإن شاء الله يقدمون لنا بطولة مشاهدة يهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم طويل النهارة يوم في حاجات كتيرة جداً فيه قرع الدوري فيه بطولة أفريقيا للنادي الأهلي في كورة اليد فيه بالتأكيد ساعات على السوبر المصري وأبدأ معاكم بالسوبر المصري أربع فرق كبيرة الأهلي والزمالك وبيراميزو سيراميكا كيليو بطرا الجميع يتنافس على لقب البطولة وأنا أقصد الكلمة الجميع يتنافس على لقب البطولة السيراميكا كيليو بطرا مبدئياً مش هيكون ضيف الشرف في هذه البطولة مباراة صعبة جداً أمام النادي الأهلي على الاتنين مش بس على سيراميكا كيليو بطرا وبيراميز خلاص يا جماعة ده طعم البطولات يعني ايه كان دايماً عندنا نقول ايه هو بيراميز فريق عنده تشكيلة قوي جداً فريق محترم جداً فريق جامد جداً بس بقافش ياخد بطولة خلاص جربها جربها وخد البطولة خد كاس مصر فداخل عايز بقى يقول ايه لا خلاص بقى فتحت هتفتح معايا فبيراميز برضو منافس صعب جداً أمام نادي الزمالك والزمالك بطبيعة الحال منافس صعب على بيراميز هي بطولة هتبقى قوية جداً رائعة جداً ان شاء الله كل المباريات فيها هتبقى ممتعة والفرق كلها هتقدم لنا كورة محترمة كورة شراف بلدنا في أرض الإمارات وسط كل الجماهير المصرية والعربية بإذن الله دي حكاية وهارجع لها تاني بطولة السوبر المصري بس الأول نهنق النادي الأهلي فوز رائع جداً ببطولة أفراقيا لكرة اليد مهاردة النادي الأهلي فاز بطولة أفراقيا لأندية أبطال الدوري كسب فريق فلاورز البنيني كان بقى 43-22 اكتساح اكتساح في المباراة النهاية البطولة اللي صدفتها المغرب لقالي كان أنهى الشوت الأول بنتيجة 22-11 الضعف بعد كده حسم المباراة لصالحه في النهاية 43-22 الضعف برضو فالأمور كان يتمشى مع النادي الأهلي بشكل رائع جداً في هذه المباراة تشكيلة رائع جداً من اللاعبين إبراهيم المصري بكلب عن نادي الأهلي إبراهيم المصري وإحمد عادل وياسر سيف وإحمد خيري وسفهاني عبد الرحمن فيصل ومحصر رمضان ومحمد لشين وعمر خالد كستيلو وعمر سامي ومحمد مجدي ونبيل شريف وعبد العزيز إيهاب زيزو وراضي محمد ومحمد صلاح وحمايد عبد الرحمن حمايد طبعاً وعبد الرحمن طه ومحمد إبراهيم كلهم أبطال كلهم أبطال هذه البطولة الرائعة ألف 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 مليون مبروك للنادي الأهلي بطولة عن كل استحقاق وجدارة كعادة النادي الأهلي شرفني ونورني عبر الهاتف الآن الدكتور مهند مجدي عدو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعسة فريق كرة اليد بالنادي الأهلي في المغرب يا فندم مشرف ومنور وألف مليون مبروك الله يبارك فيك يا كريم ربنا أخليك وألف ألف مبروك لجمهار النادي الأهلي كلها والكل مصر طبعاً احنا كنا بطولة الأفريقية بالمصد يعني بالأهلي والمصد يا أكيد مصر الحمد لله فوز كبير ونتيجة غالية علينا جداً وبكل أحداثها بكل الصعوبات اللي واجهناها مبروك برضو الفريق البنات نقدر نقول لهم مبروك كنا نتمنى طبعاً يكونوا في النهائي لكن الظروف برضو خارج إرادتنا كانت حالة دون إن احنا نوصل للنهائي إن شاء الله بإذن الله بنوعد الجمهوري إن شاء الله نقدر يحققوا ده في البطولات اللي جايين إن شاء الله الحمد لله كنت بسألك على توقعاتكم لهذه المواجهة المواجهة النهائية كنت متوقعين إنها هتبقى بالسهولة دي؟ لا طبعاً إحنا دايماً بطول الوقت أداءنا ثابت مع كل الفرق بغض النظر عن المستوى إحنا نشتار بشكل معين ثابت مع الكل نحترم الخصم ودي أكتر حاجة نتأكد عليها مع اللاعبين وهم طبعاً أكتر خبرة في الأمور اللي زي دي لكن طبعاً دي حاجة يعني مش محتاجة إن احنا نتكلم عنها إن المباراة الأساسية هي كانت مباراة قبل النهائي مع دمالك طبعاً هي هي اللي فيها الصعوبات وهي اللي كان يعتبر نهائي مبكر بكلام الناس كلها لكن ده مش معناه إن احنا لما جينا النهائي كنا داخلين يعني بنتكلم في النتيجة احنا بنفرض أسلوبنا وبنال على أسلوبنا في الملعب من أول دي إلى آخر دي إلى زي ما أنت بشوف حتى لما بتلاقي إن المستوى المنافس مثلاً مش قادر يجريك ده مش معناه إن احنا بنهدر رتم ولا أي حاجة لا لأ لأنه في طريقة أو أسلوب معين للعيبة وهم متعودين عليها بغض النظر عن الفريق المنافس الحمد لله يعني مباراة الزمالكي فنم أنا بس عايز سألك على حاجة مهمة جداً المباراة مش منقولة تلفزيونين شفناها إحنا على الإنترنت وأنا متخايل انفعالاتك كانت عاملة إزاي في المواجهة دي صف لي إحساسك وشعورك أثناء المباراة حتى نهايتها واللحظات الأخيرة تحديداً طبعاً يعني زي كل سبع المباراة المباراة في الشوط الأولاني ماشي تجال بين الفرقتين انتهى الشوط الأول بفرق اثنين للنادي الأهلي بس ده كانش مش مؤشر لأي حاجة الماتش بقى في الجيم كله كان الشوط التاني طبعاً لحظات صعبة جداً جداً عشناها كلنا كل الناس اللي كانت حضرة المباراة نكتوصر في الضغاء الأخيرة يبقى الفرق أربعة لنادي الزمالك وانت بتحاول تعود نيجي في آخر دقيقتين يضطرد منك واحد من أهم اللعيبة في الملعب إبراهيم المصري بترد مباشر وبعدها زميره دقيقتين فتلاقي نفسك بتلعب في آخر دقيقتين باربع لعيبة قصود ستة لكن ده إدى إصرار كبير للعيبة إنه الأربعة اللي موجودين في ملعب بمقام ستة لآخر وقت كنا بنحاول إن إحنا طول الوقت بنلعب من أول ثانية لآخر ثانية وده اللي إحنا كنا متفقين عليه بغض النظر النتيجة كده كده محسومة ومكتوبة لكن إحنا دورنا إن إحنا نعمل علينا دكتور مهاند إن شاء الله رجعين إمتى بإذن الله أه أنا بعتذر طبعاً لا أبداً يا فاندم أنا فاهم المغرب لكن الأمور صعبة شوية لكن بقولك إن الأمور كانت صعبة واللحظات الأخيرة كانت صعبة جداً عندنا طبعاً أعصاوها ما كانتش مستحملة المرتعب وحتى من النظر زمالك ممكن بستغل المداخلة معاك وبتمنش السلامة لكابتن حسن يوسري لأنه عرفنا إن هو تعب يوميها وراح المستشفى كان عندنا لعبة برضو كانت تصابت وراحنا المستشفى فطريباً عرفنا إنه كابتن حسن يوسري برضو كان تعب فالمباراة كانت شدة أعصاب كبيرة جداً الحمد لله يعني الفريتين شرفوا الكرة اليد المصرية زي ما عودونا دايماً إحنا إن شاء الله بإذن الله بكرة بالليل معادل طيارة هي رحلة طبعاً مرهقة شوية بأكثر من حارة أو 13 ساعة في السفر في الذهاب أو العودة فهنوصل إن شاء الله بعد بكرة الصفح إن شاء الله دكتور مواند أمش عايز أعطعك بصراحة بس يعني فيه كلام كده حلو ما بحبش عديه يعني الكلامك المحترم عن نادي الزمالك وإنه الاثنين ما السنو مصر أفضل تمثيل وإنك تتمنى السلامة لكابتن حسن يسري في كتير من الناس وإنت أكيد متابع جيد سواء إعلام أو سوشال ميديا الناس اللي طول الوقت تقول لك لا العلاقة بين الآله والزمالك متوترة لا العلاقة مش جيدة بين الآله والزمالك وإنت تتحدث بمنتقى الاحترام والجمال عن نادي الزمالك دلوقتي يا فرد لا طبعاً ما فيش هنا بنا كل احترام الملعب والمنافسة مكتسب لكل واحد أن يموت نفسه ويعمل اللي يقدر عليه عشان يسعد جماهيره بعد الستين دقيقة ما بتخلص بعد التسعين دقيقة في كورتا صلا ما بتخلص بعد أي حاجة بعد الاربعين دقيقة في البسكت ما بتخلص ثلاث نتسلم على بعض واللي ربنا كتب له المكسب بيهني التاني وده الروح المبينة وده المصدود اللي احنا دايماً نقوله ونأكد عليه فأم يعني أنا شايف أنه يعني ده الطبيعي يعني ده ده الطبيعي برضو يعني 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 احنا من نلتفكش لأي حاجة ويجمهير لو فيه بينهم بعض زي يعني مداعبات ولا حاجة ولا مبتاق دي حاجة احنا خلاص كلنا متعودين عليها لازم نتخبلها زي ما نتخبل الناخض ونتخبل ان هما بيباكلنا وبنتخبل الدعم دي حاجة ملهاش يعني علاقة يعني لكن لا أقوله أن الأجواء صعبة جدا يعني معلش تسمحني لو أقول لك على بعض الظروب طبعاً هنا الناس والاستقبال والضيافة كل حاجة يعني أكثر مرائعة لكن كل المجينة أو كل مكان يعني بيبادي إمكانياته يعني طبعاً الإمكانيات على قد المتواجدة هنا مش 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 يعني تدارش من أنت تقول إن الأمور كانت أفضل حالتها فده بيمثل طبعاً ضغط الجو وهنا صعب جداً جداً يعني الجو ما غريب متقلب وفي نفس الوقت برطوبة عالية جداً بيأثر على الأداء وبأثر على اللعيبة كمان أكيد النفسة هي أننا لسه وخلاصين بطولة العالم بالنبية وأي بطولة عالية بيوصل فيها للتوب ترفورمانس الكيرفت ينزل بعدها شوية لها أكيد برضو أثر شوية عشان كده بنقول إن من المكسب هنا يعني يعني كله تدابير ربنا مش توفين من ربنا مش يعني لش تغارق ولا أي حاجة نحن نجتمل ونعمل علينا والحمد لله يعني ربنا بيكتب التوفيق وبحاجة والخضر اللي كانت حين نسعى الجماهرنا دي أهم حاجة الحمد لله وعملت المطلوب منكم قدام جماهركم بكل تأكيد يا دكتور مهند وبطبيعة الحال مش هسيبك اللي لما سألك طبعاً انت خلاصت تخلصت المهمة بتاعتك بنجاح شديد جداً وأكيد قلبك دلوقتي في الإمارات مع فريق كرة القدم وقل لي أحساسك وتوقعاتك وأمنياتك هذه البطولة بإذن الله النادي الأهلي يشارك في كأس السوبر المصري والله قلبي معهم طبعاً وأتمنى إن شاء الله يقدروا يساعدون الجماهير احنا كلنا يعني مقرفين وقتنا في سعاد الجماهير إذا كان مجلس الإدارة أو اللاعبين والجهاز الفني والإداري ربنا معهم إن شاء الله ونقدر نعدي البطولة نرجع بيها إن شاء الله كلنا ثقة فيهم كلنا متفقلين خير إن شاء الله كنت أطلقني أنا الحمد لله أنت عارك يعني قلبي معهم لكن أنا طبعاً هنا في المهمة رسمية مع فريق كرة اليد سعيد جداً جداً وأشرفت أن أنا كنت رئيس للباسة ومن الأمور الحمد لله عدت على خير وقدرنا نزال لكل العقابات اللي كانت هنا على قد ما نقدر ومن الناحة التانية إن شاء الله وعندنا فصة كبيرة جداً جداً في زملائة مجلس الإدارة أو الكهاز الفني والإداري واللعابين إن هم يستعيدوا دمهبنا إن شاء الله ويرجعوننا بالسوبر إن شاء الله ما بنعمل كده في المكتب يعني كنا بنعمل كده في المكتب طبيعياً نعمل كده في الخسارة دي من الزندة سطحة والأثرة اللي بيستقر دولاكي في السوبر المصري عندنا مكشين مهمين جداً في الوقتين المحترمين مركزين جداً أن هم يقوموا نعمل الأداء اللي يبيه بإسم النادي الآهل ونرجعون نساء الله متورين بالغطورة بإذن الله دكتور مهند مجدي أعضو مجلس إدارة النادي الآهلي ورئيس باعثة فريق النادي الآهلي لكرة اليد في المغرب أنا بشكرك شكراً جزيلاً ومرة أخرى بهنيك الفوز ببطولة أفريقيا الأندية أبطال الدوري من الناس المحترمة جداً دكتور مهند مجدي وحترم أنا المسؤول لما يبقى مسؤول ويتكلم باحترام تكلم باحترام عن نادي يتكلم باحترام عن المنافسين يبقى مرتب كده والأمور تبقى تحس إنك بتتكلم مع مسؤول وده عادت الناس يعني في النادي الآهلي بصراحة كلهم ناس محترمة جداً طيب دي حكاية نرجع تاني للسوبر المصري تعالى أدخلك في الجد على طول مش أضيع وقتك الأهلي والسيراميكا كيليوباترا تتكلم على الأهلي وسيراميكا كيليوباترا تشكيلة النادي الآهلي تشكيلة سيراميكا كيليوباترا نخش في الجد دي التشكيلة الأقرب طبعاً حتى هذه اللحظة في حراسة المرمى محمد الشناوي في خط الدفاع يحي عطية الله رامي ربيع أشرف داري عمر كمال عبدالواحد في الوسط أكرم توفيق إمام عشور مروان عطية والسلاسي الوجوم يحسين الشحاد برستاو ووسام أبو علي لتشكيلة النادي الآهلي ماذا عن تشكيلة سيراميكا كيليوباترا المتوقع لمباراة النادي الآهلي في حراسة المرمى محمد بسام في خط الدفاع عبد الرحمن بودي راجب نبيل أحمد رمضان بكهم عبدالله مجدي وفي الوسط محمد عادل أحمد بالحاج أحمد الكندوسي وفي الهجوم إسلام عيسى وفخر لقاي ومحمود زلاك دي مع مباراة الزمالك وبيرامدز تشكيلة الزمالك لمواجهة بيرامدز محمود بن تايك حسام عبد المجيد حمزة المسلوسي عمر جابر في الدفاع وفي حراسة المرمى طبعاً محمد عواد في الوسط زياد كمال ناصر ماهر عبدالله السعيد وفي الهجوم السلاسي مصطفى الشلبي سيف الجزيري وأحمد مصطفى زيزو تشكيلة بيرامدز في حراسة المرمى أحمد الشناوي في الدفاع محمد حمدي محمود مرعي أحمد سامي محمد الشيبي في الوسط بلاتة توري مهند لشين رمضان الصبحي وفي الهجوم السلاسي إبراهيم عادل ومصطفى فتحي وفيستون ميلي دي تشكيلة المتوقع للزمالك وبرامدز ومن قبلهم الأهلي وسيراميكا كيليوباترا طاكم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كيليوباترا يكون مكون من حكم ساحة أحمد الغندور مساعد أول أحمد حسام طاها مساعد تاني شريف عبدالله وحكم رابع أمين عمر وفي الفيديو والفرحان مساعد حكم فيديو عيسى خليفة وهو حكم إماراتي أما مباراة الزمالك عفوا أما مباراة الزمالك وبرامدز فهيدرها حكم ساحة محمد معروف مساعد أول محمود أبو الرجال مساعد ثاني هاني خيري وحكم رابع محمود محمود ناجي وحكم فيديو محمود عشور حكم مساعد فيديو عمر فتح ده طاكم التحكيم في المواجهات سواء الأهلي وسيراميكا كيليوباترا أو الزمالك وبرامدز مارسي كولر النهاردة في تصريحاته في المؤتمر الصحفي قال إنه وهمش هيتكلم عن التشكيل اللي هيشارك غدا لكن قال إن الدوليين كانوا غايبين عن الفريق لفترة وسافروا مسافة طويلة إلى موريتانيا وتدربوا معنا مرتين فقط وفي صعوبة في تحديد مدى جاهزيتهم البدنية والزهنية وده ممكن يعمل مشكلة لكنها مش مشكلة كبيرة قال إنه ما فيش أي مدرب يقدر يقول إنه هيفوز في كل مباراة لكنه هدف أساسي دايماً لنا في الأهلي وبنحاول الفوز في كل مباراة وقال أنا ما بحبش أدي وعود لإن من الممكن إنه يكون هناك عوامل خارجية تؤثر على الوفاء بها ولكن هدفنا أن نجعل الفريق يقف من جديد بعد مباراة السوبة الأفريكي اللي ما كناش موفقين فيه محمد الشناوي قال بسؤاله يعني عن هل هو اللي هيلعب ولا شبير كأساسي قال هتكلم في الأمر ده للمرة الأخيرة إحنا بنلعب 11 لاعب في الملعب والمدرب هو اللي بيختار 11 لاعب تحدثنا في ذلك الأمر من قبل ونحن متفاهمين حول هذا الأمر قال شبير قدم بطولة أفريقية بشكل رائع وهو أخي الصغير ويجب أن أسنده سواء كان هو أو أي حارس آخر وأي لاعب من اللاعبين اللي بتشارك ده أمر يخص فقط المدير الفني والجميع يحترم هذا القرار لدينا نظام بنمشي عليه وما فيش حد بيخرج من النظام ده كلام محترم هو فين الحكاية بتاعت الشناوي الشبير مين يا جماعة شايف إن الشناوي مش حارس كبير يعني خلاص تعالوا نتطفق إن مصطفى الشبير حارس رائع جدا وواعد جدا وعمل بطولة رائعة وخرافية بطولة دورة أبطال محمد كل حاجة حارس كبير جدا مصطفى الشبير بس ليه محمد الشناوي بعض الناس شايفينه إنه ما ينفعش بحارس أول في النادي الأهل لا ينفع طبعا بحارس أول في النادي الأهلي ينفع يفضل حارس أول في منتخم مصر بالمناسبة مباريات رائعة أخيرة مع منتخم مصر عملها عملها محمد الشناوي بقى ده مميز جدا 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 ليه؟ ليه في ناس عايزة ترمي كده بنزين ونار وحاجات كده ليه؟ انت بتبقى عايزة إيه يعني؟ بتبقى بتفكر في إيه؟ بتفهمش بقى شناوي حارس كبير كونه أساسي فده الشيء يضيف للأهل ويضيف للحارس لو مصطفى شبيل اللعاء فهو برضو أيضا حارس كبير ومميز وواعد جدا وبرضو يبقى إضافة للنادي الأهلي والأهلي إضافة دي دي حكا طيب مش نهارده هرجع لكم تاني للسوبر المصر هنروح ونيجي كده بس عشان إيه؟ ألمي لكم كل اللي حصل النهارده نهارده منتخم مصر للكرة الشاطئية بقيادة مدربه مصطفى اللطفي عملوا فوس كبير ورائع جدا على فريق غاني بنتيجة ستة تلاتة في افتتاح مشوار الفرعنة ببطولة الأمم الأفريقية اللي بتقام فيه الغرداء في الفترة من تسعتاشر وحتى ستة وعشرين أكتوبر الجاري منتخب المصر أيام المنتخب الغاني عمل أداء رائع جدا منتخب النهارده بقيادة حسان بولو بالمناسبة حسان بولو جاب حتة جول النهارده ينهار أبيض ينهار أبيض جول من الستة الجول حلوة حلاوة لو الجول معنا جماعة يديتنا عرضه بص الجمال الحاليس بيرفع بيعمل أسست بص بحسان بولو بيعمل ايه؟ ينهار أبيض ده كرة شاطئية من الحاجات اللي بنتفرج عليها في الفيديوهات في علعاب كده فيديو جيم كده بتبقى كرة شاطئية بيعملوا الحركات ده بزرار معينة يعني ها حسان بولو تمام؟ هو لعيب مصري بس تحسه برازيلي أصلي ده شغل البرازيليين بس يعني البرازيليين بس اللي بيعملوا كده في الكرة الشاطئية ما شاء الله يعني على الحالة البدنية والجاهزية بتاعت حسان بولو حسان بولو كان معادف هنا من فترة رائبة وقال التصريحات مهمة جدا قال إنه هو قادر نلعب في الدولي المصري عادي بشكل طبيعي الدولي المصري العادي يعني بتاعنا بتاع الكرة وناس كتيرة شافت اللقاء ده وشافت الفيديو وعلقت على الكلام ده كلمه بشكل إيجابي عن حسان بولو إنه هو أحسن من كتير من مهاجمين فيه الدولي المصري لعب رائع جدا مميز جدا وبحب فيه إسراره وروحه وحماسه دايما وجاهزيته طول الوقت راجل لا يأس لا يهبط طول الوقت عنده تموحات طول الوقت عنده أحلام وطول الوقت عنده بصراحة نجاحات معاي عبر الهاتف الآن النجم الكبير حسان بولو نجم منتخبنا الوطن للكرة الشاطئية كابتل حسان منور الدنيا دايما بتشرف بيك والجول حلوة قوي حبيبي كابتن كريم شرف لي يا حبيبي كلامك وفوق دماغي وكنت مع حضرتك من فترة وقلت لك أنا تموحي إن أنا لسه عندي تموح وعندي حاجات كتيرة بحلم بيها فحضرتك بتكلمني أصلا وإحنا عندنا أصلا كمان إحنا بلنام بقدر عشان نتعارف البطولة هنا في الغداءة والموطوع صعب يعني من السهل فبعونك يا رب إن شاء الله كاس مصري ويا رب دعواتكم لينا ونرفع كاس مصر وكاس أفريكي يا رب إن شاء الله لإن إنت عارف بعلنا فترة بيها جدا المنتخب الشيطائية ما أخدش البطولة دي خالص صح إن شاء الله يكون أول كاس أفريكا بإذن الله في مصر السند إن شاء الله ويتحط مع إنجازاتك سواء الفردية أو الجماعية يا كابتن حسام الجول حلوة أول نهاردة أحكي لي بس القرار بتاعك ويقول أجايلك النهاردة تأخذها بالشكل دو بالتكنيك ده بالأداء المميز ده يا كابتن حسام أنا بعرضك والله وأنت بتكلمني والله يا كابتن كريم طبعا بشكر الجهاز الفني واللعيبة أخواتي الرجالة الجهاز الفني طبعا بشغلنا على الجمل دي أتبقى لهم فترة لإن إنت عارف المنتخبات الأفريكية صعبة جدا تتعامل معهم بقى في البدني وفي القوة فإحنا بنلعبهم بالتكتب للمدير الفني بقول لنا عليه أهلا هو وقت في واحدة كده اللي هو كورة من الحارس هم ما تخشش في احتاجات بدنية يسجل على طول فهو إحنا ربنا قرمنا مما روحنا كاس العالم استفدنا كتير قوي 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 يعني مع المنتخبات الكبيرة البرازيل والبرتغال والإيطاليا فاستفدنا المنتخبات ديت وصل لليفن ده إزاي صح فالحمد لله كاس العالم فادنا كتير قوي فالحمد لله بنيدر نحنا في طولة أمم أفريكا زي دي وفي مصر لا اشتغلنا وحفظنا فالحمد لله ولسه إن شاء الله اللي جاي أفضل بيزن الله كابتو حسام إيه اللي احتفال ده اللي انت احتفالته بعد الهدف عشان بفرج وانت بتكلم الاحتفال ده قاصل بيه حاجة معينة لا والله يا كابتو انت عارف الفرحة حلوة كابتو اه انت انا انا كحسام مبايا انا كنت عاد مع حضرتك قلتلك انا ما بجيب جون لو انا في الملعب وما جيبتش جون وفي ريتي كزة مية صف انا ما بابقاش مبسوط انا انا ببقاش مبسوط وما بقيتش المكان اللي انا بفيه بابقاش مبسوط فأنا الحمد لله لما ربنا كرمني وجبت الهدف اه انا الهدف بفضلك يا رب ربنا بكرمني بحاجات انا ما كنت بابقاش باحلم بيها فالهدف بجد الناس كلها ببسكرية الناس كلها الحمد لله الحمد لله ان احنا اشتغلنا عليه قبل المطش بيوم اه فالجوبلة ديها الكابتن المنسبة مشغلنا عليها قبل المطش بيوم هو الكابتن احمد ابو سريق فالحمد لله ان ربنا يا كرمني وتخش كده بالحلوة دي فلأ ربنا يشير لي خير عشان انا بتعب صح كابتن حسان باولو نجم وانتخابنا الوطني الكرش طيب اتمنى لك كل التوفيق وبهنيك على الفوز النهاردة والهدف الرائع ده دي حكاية نرجع تاني لكاس السوبر المصري ونروح للتصريحات كابتن ايمن الرمادي اتكلم من كابتن ايمن الرمادي المدير الفن السراميكا لبطرة بخصوص موضوع احمد الكندوسي وقال ان الموضوع ده خلاص بقى من الماضي وان اللاعب الآن ضمن صفوف السراميكا كيليوبطرة على الاقل حتى نهاية الموسم الحالي وقال ان احنا بنعتز بتواجده لدماسة خلقه قال كمان بواجه الشكر لكابتن محمد رمضاني المدير الرياضي للنادي الاهلي على حسن تعامله في هذا الامر وقال اعتقلنا خلافات في وجهات النظر وتم طرحها دون التشريك في احد وانتهى الامر وقال عن المواجهة نفسها مواجهة النادي الاهلي في الجولة الاولى من الدوري قال توقعت ده بعد ما جاتلي من الكنترول بس انا نفسي الكنترول بتاعنا يبقى سري شوية غريبة انه هو هيلعب 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 بكرة السوبر وبعد كده هيلعب في بداية الدوري مع النادي الاهلي بعدها باسبوع خليك انا عارف من الكنترول ماشي انا هقول لكم موضوع الكنترول دلوقتي وانا بحكي لكم حكاية القرع النهاردة بتاعت الدوري بس لما نخلص السوبر جوزي جوميز المدير الفاني النادي الزمالك قال ان المباراة هتكون صعبة وهنقابل احد افضل الفرق في الدوري المصري اللي بيقدم كورة قدم جميلة ونتمنى ان احنا نستمتع بالمباراة قال اذا غاب اي لعب على الفريق لدينا لحل بدلا منه وقال ان نبيل عماد دونجا اصبح لعب مصاب في الوقت الحالي وصيب بحمل زائد مع منتخم مصر وحاول الرجد بعد مباراة الموريتانية لكنه ما اقدرش ونحاول تجييزه باقصى قوة لكن من الصعب ومشاركته ضد برامتز قال بالنسبة الفتوح كل الناس كيف بتتمنى انه يعود الى الملعب لانه لعب رائع وكرة القدم تحتاج لعب مثله وقال ان الكرة تبتسم قبل الوصول لقدم فتوح لكن الكرة تبتسم قبل الوصول لقدم فتوح وقال ان احنا يمكننا ان نقول انه هو لعب شوارع اي يمكنه تقديم اشياء رائعة في مساحات ضيئة ونتمنى انه تمر فترة الحظ السيء اللي بيمر بيها في اقرب وقت ممكن طيب يوري شيتش الموديل الفني ليه برامتز قال ان اللعب امام الاهل يوز مالك ليه حسابات خاصة وقال ان انا بجهز فريقي بالشكل الانسب فنيا وبدانيا لتحقيق الانتصار قال ان الصفقات الجديدة مميزة للغاية والكل اظهر جودته العالية في معسكرنا الخارجي بتركيا وقال ان هما هيكونوا اضافة وهيعززوا المنافسة بصفوف الفريق قال ان هو بيحترم الزمالك كثيرا وايضا الاهلي وقال ان هما اكبر ناديين في مصر وافريقيا لكن في الوقت ذاته قال انا واصل من قدرات فريقي ومع وجود لعبين ما تقلش ابدا عن لعبي الاهلي والزمالك قال ان عدم وجود جماهي البرامتز بالطبع بيمثل اعاقة بالنسبة لنا لكن انا بحاول اخليها حافظ للعبين انه ما فيش جماهير فيقول لهم يعني حاولوا بقى ايه ان انتوا تطلع اقصى طاقة ممكنة عندكم احنا ما بناخدش الحتة الزيادة بتاعت الجماهير احمد الشناوي حارس مرمى بيرامتز اعلى انه ظهرت بمستوى جيد مع فريقي ولذلك اعتقد ان استبعادي من منتخب مصر مش لاسباب فنية وممكن تسأله كابتن حسام حسن امش اخد من تصحات الشناوي غير الجزئية دي بس يا سيد احمد الشناوي بشهادة كل مدربين الحراس اللي في مصر كلهم يقول لك كده الاكثر موهبة في حراس المربو في مصر بس دائما وابدا مقصر في رأيه في حق نفسه مقصر جدا مقصر بقى انه يبقى محافظ على مستوى ولما بيحافظ على مستوى تلاقيه عمل مشكلة او حكاية تلاقيه عمل تصريح ايه لازم تتصريح ده النهاردة لما انت يا احمد ياشي الناوي يا محترم يا حريس يا كبير يا حريس دولي رائع مع كل منتخبات مصر سواء ناشئين شباب أولمبي منتخب مصر وهو حريس كبير جدا لما تطلع تقول انه انا استبعادي من المنتخب مش لاسباب فنية لما انت كده بتخلي الفرص حتى اللي جاية معاك تتقفل تماما معك كابتن حسان حسن ليه قررت انت بنفسك بتشخصنها ممكن ما يكون شوها مشخصنها وشايفها لأي أسباب أخر أو حتى مشخصنها بس ممكن بعد وقت من الأوقات يرجع في كلامه كابتن حسان حسن ويجيبك تهي المنتخب انت بتقفلها عن نفسك ليه ليه تعمل حالة جدل جالك السؤال ده من صحفي وانت في الأول قلت ايه انا كنت شاهاب بتكلم في القصة دي بس قدام انت سألتني واحتراما ليه يا جماعة أسهل كلمة في الحكايات دي اختيارات اللعابين في المنتخب هي وجهة نظر الجهاز الفني وأنا تحت أمر منتخب مصر في أي وقت هذه الإجابة المثالية لكل اللعابين مش بس أحمد الشناوش أي لاعب ما نضمش لمنتخب مصر هذه هي الإجابة المثالية الاختيارات في المنتخب هي بقرار من الجهاز الفني وأنا أحترم ده وأنا تحتقام للمنتخب في أي وقت شكرا حتى بقى لو جوك كل حاجة شكرا أصلا هي بتدور وبتلاف وممكن تجي لك في أي وقت ما تقفلعش على نفسك ده رأيي طيب كابت المحمول الخطيب رئيس النادي الأهلي عمل جلسة مع مارسي كولر وقال له إنه مجلس الإدارة بك كامل بيدعمك وقال له إحنا وراك واسقين من قدراتك واسقين من قدرة الفريق واسقين من قدرتك إن أنت تأييد الفريق إلى الطريق الصحيح والخطيب طلب من كولر وفقا للمعلومات اللي وصلت لنا في رقم 10 عدم ركز دي بقى عدم الالتفات لأي أخبار خاصة برحيله وإنه كل الدعم من مجلس الإدارة ليه ده كلام الكابت المحمول الخطيب ليه كولر من ناحيته بقى لك الكابت المحمول الخطيب إنه هو مركز بس مع الفريق ومركز جدا إنه الفريق يشتغل كويسي بقى السوبر المصري وإنه هو مش بيلتفت لأي أخبار أو إشعاعات وإنه مركز جدا مع الفريق عشان الأهل يحقق السوبر المحلي ويحافظ على اللقب موضة قديمة قوي قوي وركز معي بقى في دي موضة دمعة تقيل أنا آسف اللي أنا أقول كده والله أنا آسف وبقت موضة رخيصة يعني كمان مفهاش إيه كرياتيفي كده مفهاش ابتكار وإبداع يقولك إيه قبل أي مباراة محلية للأهل مثلا أو قبل أي مباراة محلية للزمالك أفريقية بتاع تعالى بقى إيه ووزع أخبار كده ووزع معلومات قول مثلا إن الأهل هيمشي كولر قول مثلا إن الزمالك متخاني معزيزه قول مثلا إنه الأهل هيوقف إمام عشور قول مثلا إن الزمالك بيجاهز بديل جو سي جو ميز بص لقى أخبار من العدم حرفيا من العدم يعني انت عارف مثلا الحاجات دي لما بتجي لي يقولك إيه يمكن يطلع صح وانت ياما خدنا مفاجئات فنقول تم ملف كده لفة نشوف الكلام ده ممكن يبقى مثلا ليه أصله ولا حاجة تكتشف إنه الكلام حتى لم يناقش بين عضوين في مجلس الإدارة وما عادينا على القهوة بيشربوا قهوة وشاي خمسينة لم يناقش حتى في قاعدة كده اللي هو إيه ودية ما تيجي بقى إيه لو أهل خسر السوبر ما نمشي مارس الكولر ما نقول رأينا كده ما نمشي مارس الكولر ما فيش الكلام ده هجماعة أنت برضو كمان المتلقي دايما نقول كده المتلقي حلل الكلام وعقله لقيته عدى من دماغك ودخل وسكن ماشي لقيته كلام هوا كده خليه هوا ما تسبتوش إنت بأيديك خليه هوا وسيوه يعدي ده رأيه وما نشعرف ياللي بيفكر كده تقديم قوي قوي دي حكاية مجلس دارت نادي الزمالك رصد مكافأة خاصة جديدة لعبي نادي الزمالك في حال التتويج ببطولة الكاس السوبر المحلي عشان يحفز اللعيبة في هذه البطولة أنهم ياخدوا البطولة دي كمان خدوا بالك أنه أولا كانت داهم مجلس دارت نادي الزمالك اللعبة مكافأة كبيرة جدا وصلت لربعمائة ألف جنيل كل لعب بعد السوبة الأفريقي فانبستوا انبستوا يعني نهاردة كان فيه قرعة الدوري المصري الممتاز تعالى نشوف المؤتمر الخاص بقرعة بطولة الدوري للموسم الجديد نرجع بقى نتكلم تفصيلة عن القرعة خليكم معنا أنا بشكر طبعا الناب أحمد دياب على حصن تنظيم السنة دي والدورة معمولة الدوري الجولة الأولى معمولة بالكمبيوتر السبعتاشر ماتش موجودين سعيد لسه الموعيد بتاعتهم ما تحطيتش لكن أتمنى أنه هو يبقى دوري منتظم على الكلام اللي تقال دلوقت أن الدوري عنته تلاتين خمسة وكسر ربطه عنته عشرة ستة يعني الموسم حينته كله في عشرة ستة وده أعتقد وقت هايل جدا لنهاية الدوري الفرة تستريح والأهم من كل ده أن فترات القيد تبقى زينا زي دول العالم كلها نقدر نستكتب لعيبا ببارا بفترة قيد عادية وإحنا نفس الكلام لعيبة تطلع من عندنا لأوروبا أو لأي دولة تانية عيبة فترة قيد واحدة إن شاء الله ياريت ياريت ما يحصلش تاجلات وما يحصلش تجاوزات لكن أنا أعتقد اللفة التانية هي اللي حيبقى فيها مشكلة لأن العدد حيبقى فردي فأعتقد إن كل فرعة تطلع باي لما المنافسح تحتد غصب عنه حيبقى حيعدل في بعض الماتشات عشان ما بدأ تكافؤ الفرق أعتقد موسم استثنائي بقى استثنائي على الكل بالنسبة للقرعة النهاردة القرعة بصراعة قرعة استثنائية يعني موسم استثنائي هو قرعة استثنائية وحاجة مشرفة لمصر ويمكن دي أتبقى البداية الحقيقية للقرعة في مصر إن شاء الله من النهاردة في حاجة حلوة بتحصل ياريت نبنى عليها بقيد إيه الحاجات اللي جنبها تحكيم وفار ويه وكلام ده كل ياريت المنظومة كلها تكمل بقى على إيه على المستوى ده ضد أكيد الفرقة معينة معها أكيد لفرقة تانية بس بالنسبة لغازل المحلة أنا تعودت عن نظام نصر اللي فاتت أنا بالنسبة لي يعني أنا قول خبرة في الدماغ يعني هنعرف نتعامل وعشان كده أنا بقول لحضرك عند 17 ماتش عند 17 ماتش كاس عشان كده ما ببصش حضرتك مين هلعبني جوه ومين هلعبه برا ما تفريش معايا أنا بألعب على 3 بنت جوه أو برا عشان أنا عندي فيه غرض معين وفيه بوينت معين عايزة وصلها وإن شاء الله أنا وصلها أتمنى وأفتكر إنه أكثر انت الزمن عشان حاجة واحدة لإنه هينتيه في مدة معقولة جداً وعنده مسحة من الوقت إنه يسكن كل حاجة هي بس الملحوظة كاس الرابطة أنا وقعت في مجموعة المصر عندي 4 متوشة عندي منهم 3 برا أول مرة أشوفها أنا وأنا لعيب مشوفتهاش وأنا راجل مسؤول مشوفتهاش فأرجو أنهم معرفش يعني بس كده كده هنالعب عادي والله هو موسمي سيسنائي لكورة المصرية وهو تعديل مصار لكورة ودي خطوة بيتبنى عليها ودي تحصى برضو لربط الأندية ومجالس الإدارات الأندية اللي هي ساهمت في حاجة زي كده وإن شاء الله بإذن الله يبقى موسم خير لكل موسمي سيسنائي في ملاعب في ماتشاط في توقيتات وبالتالي إحنا كلنا لازم نساهم فيه وبالنسبة للبطولة هي الماتشاط نفسها يعني إحنا برضو زيد ومودرن وسيراميكا والأهل والزمال بلعب عصادة قيرة وبالتالي ماتشاط كلها واحدة هو إن شاء الله بإذن الله إحنا حاطين خدنا خطوة السنة اللي فاتت وصلنا لنهاء الكاس قدمنا كورة كويسة في الدوري السنة دي إن شاء الله نبني على اللي إحنا عملناها السنة اللي فاتت وإن شاء الله لَيْنَا حَظٍ إن شاء الله وبطولة بإذن الله والله أنا شايف إن الأرعاء أو الدوري الاستثنائي إذن إحنا مرنا بها قبل كده والناس كلها عارفة حرس الحدود مر بالدوري ده في دور المحترفين. احنا لعبنا دور من دور واحد. بعد كده, لعبنا مجموعتين. بحابب ان انا اقول ان الموضوع صعب. يعني الموضوع مرينا به السنة اللي فات كان صعب شوية. لان في الدور الاول بتحتاج ان انت تلم نوقة كتير عشان تبقى من ضمن المجموعة الاولة اللي هتلعب على المراكز الاولى. اه انا شايف ان الدور السندي ان شاء الله احنا خدنا تجربة فيه. بس ان شاء الله السندي احنا نقدي فيه وبقى شكلنا فيه. كويس. الدور هايبقى صعب. لان احنا خدنا التجربة دي ف كان الموضوع صعب شوية وان الموضوع كان فيه صعوبة في ان انت تاخد نقطة كتير في الدور الاول عشان تبقى كويس في الدور التاني فانا شايف الموضوع صعب الموضوع الدور الجديد صعب بس ان شاء الله ان احنا حرص حدود احنا خدنا تجربة فان شاء الله ان احنا نكون اهل بالتجربة دي في هذه السنة دي برضو طبعا هو نظام استثنائي عشان خاطر ظروف الدوري واللي حصل السنين اللي فاتت وان احنا بنخلص متأخر في وقت ما الدوريات بتبتدي احنا بنبقى لسه هنخلص يعني فهو موسم استثنائي اتمنى النجاح طبعا لان الشركة الالمانية اللي جاي بينها عشان تعمل نظام المسابقة هي جاية عشان انتظام المسابقة نتمنى ان شاء الله المسابقة تبقى منتظمة وهو ده النجاح السنادي ان انت تتخلص في معاد هتبتدي في معاد وتخلص في معاد بدوري منتظمة ده النجاح السنادي كل سنة بيرامس بيتقدم خطوة لقدام قبل كده كان بيبقى المركز التالت بقى له تلات سنين دلوقتي المركز التاني شارك السنة الفاز في دوري الابطال ما وفقش في دوري المجموعات السنادي ان شاء الله ربنا يوفقهم في دوري المجموعات خدنا الكاس الموسم اللي فات عندك كاس سوبر مطشات قوية جدا هترجع على دوري فالموسم كبير والبطولات كتيرة بيرامس منافس اه طبعا منافس بقى له كم سنة بيرامس موجود في الساحة وموجود في الصورة ومنافس لكل البطولات اللي بيشارك فيها ضد ازاي؟ انا مش شايفه وكله متساوي يعني كل الاندية موجودين في النظام الجديد متساويين مش شايف حد معه او ضده مظهومش لأه يعلن بحضراتكم مرة اخرى شرفني نجم من نجوم منتخب مصر واحد من ابطال منتخب مصر في جيل الزهب 2006-2008-2010 نجم الكبير كابتنا احمد ساعدوك نجم حرس الحدود ومنتخب مصر أقل صادق كابتنا احمد منور الدنيا ساعد جدا متأخدك معايا ووحشنا جدا ربنا خليك كريم وانا ليساعد ان انا موجود معك النهاردة اخبارك ايه؟ الحمد لله امورك كويسة؟ كله زال فول الحمد لله الاول وانا بقول كده منتخب مصر وتستعيد الزكريات والتفاصيل دي انت كنتوا جيل حلوة اوش الجيل كله فيه لعيبة عظيمة وانت كنت من اللاعبين اللي كنا دايما بنقول كده دلوقتي وكل يوم دلوقتي ومبارح وبكرة وكل يوم هجماعة اللاعيبة مش اهلي وزمالك بس اللاعيبة في لعيبة تانية فاندية اخرى بتكسر الدنيا انت كنت مكسر الدنيا مع حرس الحدود كابت حالش حتعل الرجل ده هيبقى مدافع اساس المنتخب مصر والله الحمد لله يعني زا ما انت بتقول كانت فترة مميزة وكان واحد ليه الشرف انه تعامل مع الجيل ده وكان دخل معاهم يعني ويعني كان صعب ان اعي حد يخش فعلا من بره اهل وزمالك ومن نادي حتى مش جماهيري زي حرس الحدود بس كان جي مميز في الحرس وكنا لعبنا في افريقيا وبرضو كانت حاجة تانية ان كانت الدوري قوي جدا كانت كل الفرقة كويسة فدي برضو بتظهرك فاعتقد ان دي مشكلة برضو دلوقتي انك انت الدوري يعني هو قوي بكل حاجة بس مش زي الاول الاول كانت الدوري اقوى من دلوقتي اه كان في استقرار الدوري كان يعني كان في تأجيلات بسيطة ومش زي دلوقتي برضو اه بس كانت فترة احنا عندنا مشكلة في الدوري في نقص المواهب عند اللاعبين ولا نقص مواهب عند المدربين والله بس هي هو هي اسلوب الكرة تغير اه اه يعني اساليب اللعبة تغيرت عن الفترة اللي هي الجيل اللي احنا كنا موجودين فيه بس انا شايف ان انا قلت يعني من فترة اتكلمت ان فيه نقص مواهب في اللعب اه الكواليتي اللعب مش زي الاول بس انا ليه قلتلك ان اسلوب اللعبة تغير ان اللعب دلوقتي بقى لازم منزل هو اتفرج على الماتش او التحليل اداء اللي هو دخل الجديد ان لازم يقفهم هيعمل ايه لازم واجباته الدفاعية والهجومية الاول ما كانتش فيه كلام دا احنا يعني انا لعبت حاجات كتير اول ما كناش بيبقى عارفين الفرقة اللي قدامنا يعني دور المصر احنا عارفين كنا بنلعب في افريقيا وماتشات كتير مش عارفين حد قدامنا فاول عشر دي اربع ساعة دي انت تستكشف يعني انت توصل المطار في واحد يقولك عندهم فروت كويس عندهم وينج سريع عندهم مش عارف الجون ايه انما دلوقتي لا دلوقتي انت لو فيه فرق اربع خمس ايام ما بين المباراة ومباراة انت بتتفرج مرة واثنين وثلاثة على الفرقة طبعا وبتبقى نازل عندك اللداتة كلها فمفروض دا دلوقتي في الجيل الحاليه بقى افيد ليهم اه طبعا ولغم كده ما بيتقلقوش زي ما كان بيتقلق الجيل اللي انت قدتوا فيه ما هو انت من ناحيتين بتشوف يعني انت دلوقتي مهاجم وانا مدافع فانت بتشوف قيمتك اه احمد شغال على ايه وانا بشوف كريم شغال على ايه فبتفرق بقى الفروق الفردية دي بقى النقطة اللي ممكن نتكلم فيها ان الفروق الفردية بتاعت الجيل القابل كده اعلى من دلوقتي انت انت جاءت التدريب دلوقتي ودلوقتي بتاخد رخصة ايه ليه دايما بسمع من لعيبة كرة سواء السابقين او حاليين ان احنا عندنا مشكلة في المدربين دي حاجة ما حاجة بتتكلم فيها كتير لو الناس دايما تتكلم على اللعيبة بيقولك المدافع والمهاجم واللعب الوسط واحنا معندناش باكرايت ومعندناش باكليفت بس هل احنا عندنا مدربين جيدين ولا لا عندنا 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 وبص هقولك حاجة انا انا شفت لعيبة كتير بتتكلم على مدربين تسعة وتسعين في المئة منهم اللي بيطلع بيتكلم على مدرب بيبقى ليه موقف معاني بس وانا دي بيبقى ليه تحفظ شوية يعني انت انت دلوقتي كنت بتلعب وبطلت فيعني اعمل حساب اللي انت في يوم الايام هتبقى مدرب وبلاش تبقى تخش في حتة دي وتتكلم على حد يعني انا بقى مش حاببها يعني طبعا لا عندنا مدربين كويسين وعندنا لعيبة كويسين بس عندنا مشكلة في يعني حتى محمد صلاحة دي بيبقى بتكلم فيها في المنتالي بتاعت اللعيب ودي مشكلة كبيرة جدا انت ممكن انا مدرب مصري يمسك فرقة وبتعامل معك بكل احترام وكل احترافية والتمرينة كذا اللعب المصري غير مع المدرب الاجنبي اللعب اه يعني لما فيه مدرب الاجنبي بيدي كويس قوي مدرب مصري ممكن يتدلع شوية يعني اللعيب اه ليه ما هي انا اقول لك ليه اللعيب عندنا برضو زي ما انت بتقول اللعي بتطلع تتكلم عن المدربين برضو اللعيب بيقيم المدرب وممكن نفس الشغل تلاقي نفس الشغل نفس الكلام بيتقال بس لأ ده المدرب الاجنبي لا واكيد مختلف حتة الاجنبي بقى العقدة اللي احنا بنتكلم فيها. وبالعكس احنا موك احنا عندنا مدربين مصرين كتير و وبيشتغلوا وبيتعبوا. و برضو عشان ما ننقل هاشة اكيد هنتكلم على منتخب مصر كابتن حسام دلوقتي. ما وقالك وتعسيلك السؤال بقى. هل الكابتن حسام حسن قادر انه يعمل نجاحات ورقية من نجاحات الكابتن حسن شحيتك كابتن محمود الجهري. شايف او وانت وانت راجل بقى عشت مع منتخب مصر كتير. شايف ان كابتن حسام قادر على ده? بس بس التلب بطولات اللي عملهم كابتن حسن. المستحيل انه نقدر نقول ان حد يقدر عملهم. اه. انما كابتن حسام من قادر انه يحقق نجاحات قادر انه يعمل كده. انا شايف ان كابتن حسام من اكتر المداربين المصريين اللي مسكوا المنتخب وفي سابورت جامد او عليه. ام. يعني الناس كلها مثل ده. فدي حاجة بغض النظر عم فيه ناس بيستني اي واقع عليه بس هو. انا باستغرب دي اوة كابتن حمود. يعني فكرة انه مسلا اخر المباراة اللي كسبها قدام موريتانيا في موريتانيا. انا شفت لعيبة كبيرة. لعم ومنتخب مصر سابين. بعد المباراة هتول داخلوا بيقطعوا في الجهاز الفن وبيقطعوا في اللعيبة وبيقطع. ما فهمهاش. انا حتى افهم الناس انها هي سيئة تستغل الفرص. يقول لك اول ما هيخسر هلوح طلع عائل كزا كزا كزا. والمشكلة كمان يعني انا شاف في توصفات ماشي كويس. وتوصفات كسعادة ماشي كويس. طبع. الناس كلها طب الراجل ماشي كويس يا جماعة كريمة عن ايجابيات. لا ده احنا لعبنا حد لما اللعب حد جامد. ماشي انا انا معاك ما لعبناش حد جامد. بس برضو اتكلم ان الراجل ماشي كويس. يعني على الاقل ابسط حاجة يدي له ابسط حوق. ولما يخسر بقى يتكلم وقطع براحتك. يعني دي طبعتنا يعني يعني من غير محد يوصيهم يعني. صح. انما لأ كابتل حساب شغال كويس. وراجل بيتعب. وراجل لازم مجهوده ده يتقدر. واداء المنتخب كويس. وبيلعب اوقات باربعة. وبيلعب اوقات بتلاتة. وانا شاف لدي حاجة كويس. لو مدارب اجنابي بيعمل الكلام ده. هتقول ده عنده مرونة في 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 التشكيل. وعنده مرونة في الاداء وبنوع. هتقعد تقول بقى كلام كدير. بس يمكن احنا عشان احنا عارفين بعض ازادنا على زوم. وعارفين تفاصيل بعض ازادنا على زوم. فممكن يكون النقد بيجي من الحتة دي. صح. آآ بكرة ان شاء الله السوبر المصري اهلي واسراميك الوباترة والزمالك والبيرامتز. شايف البطولة دي ازاي؟ وان انت مع الناس اللي شايفين او ملخصين الموضوع اهلي وزمالك فقط ولا شايف انه الارباع حززهم واحدة؟ لا الارباع حززهم واحدة طبعا. بس اه يعني يعني اه زمالك وابيرامتز اه انا بقولك خمسين خمسين. اهلي وسراميكا الموت صعب شوية. على مين؟ على سراميكا. على سراميكا. بذات ان الاهلي خارج من خسارة البطولة السوبر من الافريقي. فالاهلي دايما بعد خسارة موتش ببطولة بيبقى موتش صعب. هسألك السؤال. لو انت مثلا تلعب الاهلي. انت قدام الاهلي. تلعب الاهلي وهو خسره وتلعب هو كسبان. يعني اسألك ايه؟ فيه ناس يقولك الايه لو هو خسران بينزل الموتش اللي بعده يعيني عن منافس. اه. بينزل بقى بيأكل النجيل. فيه ناس تقولك لا لما هيخسر ده معنا ان هو حالته المعنوية مش في احسن حال فيبقى فرصة انه لعب الاهلي دلوقتي. هو هي عمت الموتشات الاهلي كلها صعبة. بس انا دايما في الموتشات النادي الاهلي وهو خسران لا بيبقى الموتش صعب جدا والجمهور كمان بيبقى بيبقى قوي جدا جدا جدا. اه. فماشرات الاهلي صعبة. اه. صعبة لان النادي الااهلي طبعا العب اكل والجمهور كتار عالي وكل حاجة والريتم الموتش بيبقى سريع. اه. فالموتشين صعبين. يعني هو كسبان اهو خسران بيبقى صعبين؟ بس هو خسران بيبقى الموضوع اه. بينزل بقى بيبقى حالي ده آه. بيبير منازل جامد جدا. داء و الزمالك والبيرميدز خمسينvida. الزمالك والبيرميدز الفيريتين قريبين من بعض. آه. آه. حتى المضاربين مضغرين قريب آه مع نوعاتهم الاتنين آه عالية. آه. آهnych. ده ليس هناك بطولة وده ليس هناك بطولة. فالماطش هيبقى حلوه. يعني أنا شايف ماطش التزمالك والبيرميدز هيبقى بطش حلوه. يعني ممكن تلاقي بكرة مثلا لماطش ممكن تلاقي فيه جواةре. اتنين اتنين مسلا تلاتة اتنين. هتلاقي في جوان كتير. اه. والاجواء هناك في السوبر كمان حيبتي وحلوة جدا. اه. الزمالك العكس بقى. يقولك الزمالك لو كسب بطولة ممكن المطش اللي بعدها والبطولة اللي بعدها يرايح شوية. شاف زباك هيبقى مرايح شوية ولا البطولة اللي خدها دي تخليه برضو انا عايز اخد بطولة. لا ما عطقتش مع الجلده ما عطقتش. مع الجلده? ده. مش معنى? لان الجلده مختلف. الصراحة يعني قبل كده. يعني الجلده عنده ده وافع ان هم ما ياخدوا بطولات. يعني من من حوالي خمس. يعني من بن شرقي وموجود وساسي وطريق حامد وكتير فرقة دي برضو. اه. حتى كان ضد النادي الاهلي كسروا حتة. كان فيه دايما مطشاط اهل وزمالك. لا نفسيا النادي الاهلي ركب على الزمالك. هما كسروها شوية. فلا جيل حالي لا. اعتقد ان برضو الامور مختلفة شوية. بمناسبة الكلام على الاهلي والزمالك. انت من اكتر اللعيبة اللي تجابت سلتهم على الاهلي والزمالك طول العمر. يعني سامة بدأت تكون الحد ما بطلت. احمد سيد وكر لا احل الاهلي. احمد سيد وكر لا احل زمالك. احمد سيد وكر لا احل الاهلي. كل فترة انتقالات. في الاخر لا اهلي ولا زمالك. ليه? والله كان هو كان نادي حرص الحدود كان اه كان الموضوع ان احنا صعب نطلع منه شوية. كان مش انا بس يعني كان فيه احمد عيد وكان في عبدالسلام نجاح. كانوا عايزيني حافز طول وقت على الاقيبة اللي عاشد يبعى عايزيني ابعى احضاء الفريقى وطول الوقت. اه طول الوقت وكد فكرة النادي ايما نجاح بس. والحمد الله كنا قدرنا نعمل ده بس هي يعني فيها وقت كان الموضوع شبه بيبقى خلصان وبرضه امتى بقى كان مع مين الاهلي ولا زمالك كان اهلي قلت الكلام ده قريب قبل مجزر بورسعيد يعني يعني انا كنت تقريبا خلاص الموضوع شبه خلصان حصل المطش بورسعيد وبعد كده حصل المكالمة بعد كده استنى شوية عشان لما الامور تهدى كان انا تقريبا عقد يخلص مع الحرس الوقت ده رحت لرس بلجيكا سنة ورجعت برضه كنت المفروضة رجع عالزمالك برضه الموضوع تأخر شوية رحت سموحة بعد كده اتفتح موضوع الاهلي شوية برضه مع جريد وكده بس موضوع سموحة ده بقى موضوع الزمالك اتفتح في الاول اول ما جيت مصر وبعد كده تقفل فبعد كده انا رحت سموحة اول ما رحت سموحة بدأوا يتكلموني تاني اول زمالك اه فبدأ بقى الموضوع مع الادارة مع الموانز فرج عامر اه فرفض طلب بقى فلوس قالوا لي لأ ما احنا انت لسه اصلا ما لعبتش وانت قلت لهم انا مضيت واخدت فلوس يعني راجل من حقه فانتوا شوفوا انتوا حلوا بقى الموضوع اه انا برضه كان عندي سنة استعجل شوي استعجل في ايه ان انا يعني ما كنتش بستنى انا كنت ممكن استنى في اي مرحلة التفاوض دي كنت تلاقيني في حتة من الاهل او زمالك اه بس انا كان عندي حاجة دايما اه ان الاهل او زمالك طالما عايزينك مش هيقولك استنى او طب نشوف مش عارف ايه لا طالما عايزينك هيخلصه صح لكن انت هتتردد شوية انا مش همش معك في التردد بتاعك عن نادي يعني اه لو عايزت خلصني خلصني بس انا موضوع الفترة بتاعتي مع الاهل كنت لازم استنى عشان هي فعلا كانت ظروف دولة اه ظروف واظبرا عن الكل يعني واظبرا عن الكل اه بتحس انه كان لازم لا المسيرة بتاعتي دي كان يبقى فيها اهل وزمالك هتفرق معك اه اه كان لازم اه اللي بتفرق في ايه اه حاجة كتير يعني احنا استيقل لحال الوقت من الكلام احنا سيدوك كان نجم كبير في تاريخ منتخب مصر بس بحيس دايما انه اللاعب اللي ما بلعبش اهل وزمالك اللي اعبي كبيرك كبير لعب زغار الساقة لأ بتفري قال لي انا نعصني ان انا نلعب باهلي اهل وزمالك ليه بقى هقولك حاجة ما بتخرجش منتخب بسرعة مش سهل انك تخرج منتخب اه تاني حاجة بعد ما تبطل اه اه بيتال عليك فلان نادي الاهلي ونتعرف نادي اهلي او زمالك في الاعلام في اي نادي جديد في اي منظومة تتفتح جديدة اهلي او زمالك اه هي للأسف هي مسيطرة على الموضوع. طب بمعنك اعتزلت بقى فاضل بسأل السؤال ده براحت دلوقتي. وقتها كنت نفسك تلع academy ولا الزمالك? والله وقتها مش يعني بس هو كان الصراحة كان الاهل اقوى وقتها وانا كنت قريب يعني كنت قريب من الاتنين بس يعني في المنتخب كنت قريب من العبت الاهلي. قريب جدا من العبت الاهلي. هو كان قومي المنتخب قايم على اهل الهلقتها. اه فده اه كان يخليك نفسك تلع هل أهلي عن الزمالك؟ اللي اتنين كبار طبعاً بس ده اللي كان بيخليك مائل لك يا أصدقاء مش نفسي بس هي المفاوضات قد أكتر الأهلي يعني أنا الزمالك مكادش كتير خلي بالك يعني الزمالك مفاوضات هي مرة أحدة بس لما أنا رجعت من بلجيكة كان كابت حلم طولون لماسك وهو كابت حلم يعرفني أصلاً فهي دي كانت بسيطة يعني ما حصلتش الموضوع نصيب لكن الأهلي كان فيه جدية أكبر الأهلي يعني من أنا صغير كمان يعني حصل تفاوض من أنا في الشمس كنت ناشئ صغير بس كان برضو الفترة دي لما الأهلي خسر الدوري وبدأوا يجيبوا بقى كابت عمد النحاس وبركاته للمجموعة دي فأنا كنت لسه صغير يعني فبعد كده روحت الإسماعيلي سنة وبعد كده بقى روحت الحرس روحت المنتخب بدأ بقى أول ما روحت المنتخب بدأ كم مرة الأهلي طلبك من أيام ما كنت في الشمس يعني الشمس مرة وفي مرتين تقريبا مرتين يا ثلاث مرات مين أكتر حد قعد معاك وكان بيحاول يقنعك أنك تجي لهجة من الأسماء اللي تفاوضت معاك لا ومش يقنعني وأبو تريكا مرة كلمني أبو تريكا كلمني مرة وإحنا في المنتخب فكنا خلاصنا تمرين ومشيت لقيت وبيكلمني كان بيقول لي أحمد دايما يا أبو أحمد فأنا بقول له مين معايا قال لي أبو تريكا فأنا تخضيت يعني أبو مرة كلمة رابع يوم ليا في المنتخب أعجي فقال لي ايه ما شجلنا بقى النادي قلت له يا ريت يلا قال لي دا إن شاء الله قريب وإن شاء الله تكون معانا هاي وانت قلت له ساعتها يلا بينا يلا بينا كان ساعتها جيل عظيم للنادي دايما كان جيل عظيم جدا يعني كانوا مؤثرين كمان قوي في حتى كابتن حسن لما كان يعني أحكي لك موقف طريب كده كنا احنا كسبنا السوبر المصري النادي الأهلي اللي حرص الحدود كسبنا 2-0 كانت بعد المطش دا كانت البطولة بقى منتظمة كان آخر مطش في الموسم وراحل المنتخب فراحل المنتخب أنا وعمد عيد فعيد قال لي بقولك إيه انت هتروح النار دا فتذكرش أجواء المنتخب هتبقى زي الأول قلت له ما قال لي لا دا انت هتروح هتلاقي في عزة قلت له ليه يا عم قال لي النادي يا ابني الأهلي خسرين السوبر قال لي هو المنتخب كله في العزة قلت له طب ما مش هحتفلوا مين قال لي احتفلوا مين فروحتي فعلا لأ فيه فيه حالة حزن اه وحتى كابتا حسن اتكلم على لعبة النادي الأهلي مش عايزين البطولة تأثر عليكو قلت له طب قلت له نسبان احنا ما مش مبروك ما حشالك ببروك يا جماعة قلت له مش مبروك ليني باي بتوزن زعلية بس ما حشالك ببروك انا مش شايفك أصلا يعني وحتى احنا في الملعب احنا بالسينة الجايز اه كل الأمن وقفين حتى احنا بديد صحية تعلوم ايه يا جماعة في ايه واحنا فرقة من اسرائيل كل الناس كل الناس بتشجع علام كل الناس بتشجع علام بس اليوم ده اليوم ده احنا عملنا مبراجم ده جدا 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 والله جمهور الأهلي ساقف لنا عملنا ماتش جدا جدا بس اعزب الحد احنا ماتشات دي انا بتتزعش خالص والله عزب محد بيجيبها خالص ولا حتى ملخص مثلا عشر دياء او اربع ساعة اه صحيح احنا محدش بجيبها خالص على قليل كنا عملنا كده للجالة النهار ده كابتل احمد احراجنا اوه لا انا بتتكلم عمتا على انا فاهم لا انا بقى على الاجواء بس انا بأكلمك على ماتش بقى فبتقى دي نفس الفكرة بتاع التلعيب اللي هو ملعبش اهلي وزو ملك هتلاقيه بعيد ده خلينا اسألك سؤال تاني ايه رأيك فكرة انه يبقى في عندها مش جماهرية في الكرة المصرية يعني فيها عندها جماهرية وفي عندها مش جماهرية دائمين عندها اللي مش الجماهرية عندها ناقص ناقص انBE انا عندي عنصر مهم مش موجود حتى لو انا فرقه قويه عونصر مش موجود وانت بتبقى زعان بسله بترة فرقة مش جماهيرية بتبقى عايزة الجمهوري يسقفلك ويقولك مبروك ومش هتلاقي حتى povoيها وفي نفس الوقت الفرقة الجماهرية اللي مش في جماهرية دى عملت برضه رواجة يعني حرص حدود ده عمل اداة راية جدا مقاولي العرب كان عامل أضاء رائع جداً براميز دلوقتي بيعمل أضاء رائع جداً وهو ده زود من قيمة المسابقة وخلها منافسة محترمة عربة وكمان وسع قاعدة اللعيبة وخلها اللعيبة بدل أهل وزمانك بس بقى فيه براميز دلوقتي صح يعني كنا زمان كده يعني احنا أيام الدولي لما كان قويه كان فيه بيتروجيت كان طلع كان فيه أم بي كان موجود حارس الحدود كان موجود كنا أول الدوري فارق أربع نقط آه فكر يعني الفرق برضو كان يتجام ده انت بقى مع الفكرة انه لا سيب قنداية عادي مش جماهرية وتزود المنافسة ولا لا انت عايز القنداية كلها تبقى جماهرية تبص هقولك حاجة تانية أفضل قولي انت يعني بدل ما نحسب ان ليه فيه فرق مش جماهرية تم احنا نحاول نشوف حلول نخلي الفرق دي تبقى جماهرية آه يعني دي أفضل كمنظومة احنا كورة في مصر ما تخلي حاول خلي الفرق دي تبقى جماهرية ازاي بقى آه سي مثلا بيرامدز ده بقى نادي فلان ما تدخلوا في حتة نادي جمهور مع اي نادي ده هتلاقي النادي ده رجع له جمهور يعني انا وجهة نظر النادي الاسماعيلي ده لازم يتلحل لازم الدولة تخش ما هو انا بالمناسبة النادي بيرامدز ده انا بقعد اتخيل وشاركني رأيك خيل لو النادي بيرامدز ده مسلا موجود مسلا يعني في قصيوت في سواج انت عند الجمهور ده كله بقى بتاعه خلاص تمام؟ بالزبط ما يعني انا اصبح برضه لو موجود ده لو موجود في السويس انا بقول اي محافظة اي انا بقولك لو موجود يعني حتة زي السويس دي فكرة الانديها كلها تبقى في الكاهرة ما هو الكاهرة معروفة خلاص اهلي وزمالك انت هتابل ايه ما تطلع برش لو روحت اسماعيلية خلاص الاسماعيلية الاسماعيلي اسكندرالي الاتحاد فايه بعد شوية يعني عندك محافظة بتلاقي جماهير كتير ايه التوزيع الجغرافية مش منزبوط اه كله بيقعد معانا هنا في الكاهرة تمام انت في الكاهرة مين هيجي لك جماهير ما طبيعا مش كيلة كبيرة انت حتى عندنا ملعب فراعية هنا انت ممكن تلاقي نادي فلان هيتمرن الساعة اربعة اه الساعة سبعة في نادي فلان نزل على نفس الملعب ليه؟ بلق كبيرة بلق كبيرة جدا بلق كبيرة لو ملقنا ناس وبلقنا جمهور والناس كلها بتحب الكورة دي بقى دي لو انت عندك حد يعني عنده دراية في حاجة مستقبلية ان انا هيبقى عندي خمس نوادي من غير الجمهور هتأثر على الملدوري اه قاري دي لا احط لها بقى اي قواعد شوها؟ لو عملت كده خلي بقى لك انت الدورات الخليجية لو رجعت عشر سنين كان لو عملت كده الناس كلها تسمع بص دلوقتي الدورات دي عملت ازاي؟ الاستادات كلها متقفل صح ولازم يبقى فيه كمان حلول للجماهير ان هي تروح تحضر مسابقة على ارقام التاكت مسلا اجيب مسلا ممثل كبير يتكرم يعمل حاجة اجيب نجمل عامل حفلة قبل المطش اجيب نجمل اجيب نجمل عب كرة اخلي مثلا حوالي الاستاد مثلا بوسس كده يبقى فيها اكل وشرب ولبس يازم اعمل اجواء عشان الناس تحب تروح انا بس متقدر على مباراة ممكن تبقى وحشة كمان بقى نزلت من بيتي ضايق تحصل كتير اه انا 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 دلوقتي باخد ولادي ويروح الاستاد بامشي من الشرط التاني تمشي اوالله ما انت قاعد والناس قاعدة حواليك ما حدش حتى بشجع الولايات حتى مبستوش اه اه مفيش حاجة بتتفرج وبنسبة كبيرة مش شاك ففي اجواء بتاعي بيحاولوا يعملوها دلوقتي بس ممكن برضو اعمل حلول اكتر طبعا ممكن اخلي مطشط مثلا اه اللي هم العشرين سنة او التسعتاشر سنة قبليه هتقلت لعب هتدي اجواء برضو تاني صح في افكار كتير متفاعل بورقة الدوري النهاردة كان فيه ورقة الدوري ونزام جديد للدوري ونزام اي نعم نزام استثنائي ووجود شركة المناية هاي اللي بتحط الجدول متفاعل ان احنا نعمل الدوري محترم السنة دي والله اتمنى وابطيب عداية كويسة وزي ما قلتو موسم استثنائي بس كنت اتمنى ان هي بتوريخ اه مطشط يعني انا كنت مستنى شو دي اه وما انت برضو كرسة التوريخ جدا مسألت عليها عادي يقول لك السبوتوات افريكة مش مفهومة امتا ونعبقى مطشط امتا ولسه فيها شوية لغباط وما عايزيني بداقوا الدوري على طول دلوقتي في تلاتين او ما هي دي المشكلة وقالك هينهي في تلاتين مايو وانت عند اصل انت احنا برضو يعني احنا قارط افريكيا غير في قرب عشان محدش يقرلنا هم هناك يما بيروح يلعب في مطش اقص يعني ابعد بلد تلات ساعات وفي بلاد اساسا بقطر فانت انت 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 قارب بلد سبعة تامن ساعات لا وبهدلة وملاعب وحرارة وبتيجي تطلع لا قارب بلد سبعة تامن ساعات غير بلاد بقى بتسافرها بالستاشر ساعات ده في اللي اسوأ من ده كله بقى كاف نفسه مواعيد ومش واضح يعني ما بيدركش مواعيد واضح فتحط عليها فانت ونصيبك بقى الكاف يقولك بس هي لو المسم ده السسناء زي ما حصل وبدأت بدري هتتزبط هي احنا نبدأ تلاتين عشر ان شاء الله يعني خلص كمان يعني عشر تيام ونخلص تلاتين مايو ده يبقى مثالي مع الربطة ممكن تاخد لك كمان شهر ولا حاجة يعني بسيطة بس يعني لو ايه ما نقجلش احنا خب بالك السيستم ده هو سيستم اه مشبوك في بعضه اي خلل فيه هب يترك منا كل حاجة بس نقدر نعملها يعني انت عندك الدول المغربي برضو ما افريقيا معنا برضو وبيسافروا نفس السفريات بس ما فيش تأجيلات لكن هي بتبقى حازم بس وحازم في قراراتك ما حتش يطلع يا بعد كيه يقول لك يا اصلاح ده بيلعب بإسمه مصر واصل ده منتخل هي دي المشكلة جمل الشهيرة دي ماشي على كله انت عندك اربع فرقة بيلعب بأفريقيا بيتأجل لده وما بتأجلش لده اه وتأجل لده لا اصف معلش مش حاجة وحصلت معنا في الفيتشر ام يعني نفس العدد الايام ونفس السفارية كانت بعيدة نفس كل حاجة اه يمكن انت كان فيه الفريق التاني مميز ان هو معاه طيارة خاصة فاجيه وانت جاي ترانزيت وما تأجل لكش فهي ايه انت توصل لهم ما تأجل لكش انت واتأجل للاهل زمالك مثلا اه اه وانت لأ ونفس اه ونفس عدد الايام ونفس كل حاجة اه فانت خليها ماشي على كل عشان تبقى المنظومة حلوة وماشي مزبوطة عندك انت اللي جاي ايه بقى؟ بتفكر فيه في اللي جاي والله يا ربنا سهل ان شاء الله اه لا اصد اللي جاي ده بقى بالنسبة لك مدير فني ولا مدير فني بقى فيه واحد يقول لك اشتغل تحت شوية دوري المحترفين بالدرجة التالتة او اشتغل لا مدرب مساعد مع مدرب كبير في الدورة المصرية انت من ناسك بتفكر ازاي؟ والله انا اتمنى ان يجي لي حاجة تحت وابدأ تحت يعني انا بدأ ناس كيلي يشتغلوا اتمنى لو جاتلي ان شاء الله واتباخات وامو حلوة ودي في دماغي بس ان شاء الله تيجي حاجة كويسة يعني مش عايز برضى خش في اي حاجة خلاص فتيجي حاجة ان انا اعرف اشتغل وعرف انجح ولو جات حاجة ان شاء الله برضو مع احد مدرب برضو في الدورة المتازة ان شاء الله برضو حاجة موجود كبتل احمد دايما موفق ودايما ناجح ودايما صرتك طيبة عند كل الناس ونسمع عنك دايما كل خير ربنا خليك كريم وانا انا بشكرك وانت دايما منور ودايما متقلق ودايما حيادي تسلم لي يا حبيبا واتمعنا لك يا رب كل خير يا ربي خليك يا طب يا رب شكرا شكرا جزيلا احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هيشرفني ونوارني الى زفاق العزاء محمد خليفة وشهاب هيكل وحديث فني مطول عن مواجهات الغد ان شاء الله في السوبر المصري خليكم يعلن بحضراتكم مرة اخرى يشرفني ونوارني في هذه الفقرة الحديث عن مباريات الغد ان شاء الله الزمالك براميد الآلي سيراميكا كليوباترا الاصدقاء العزاء محمد خليفة وشهاب هيكل ومبسوط جدا شبال كتير مش شفتهم شفاقهم عشرة فالحالة النهاردة حلوة فيها حمال الشديد جدا خليفة منوار الدنيا بنورك يا كريم سعيد ان انا معك وسعيد ان انا مع شهاب وطبع سعيد ان انا في القناة الاولى مع كل مشاهدين حبيبي الشام منوار الدنيا حبيبك محشتي ومبسوط ان انا معاكم مع خليفة اخبارك كله حلو حبيبي طيب هنبدأ بزمالك براميد كونها المباراة الاولى بكرة الساعة 4 و 5 ان شاء الله شايف المواجهة ازاي فليا مواجهة في الملعب بنسبة 100% حالة اللاعبين في الجيم مؤثرة تفاصيل الصغيرة مؤثرة اختيارات المديرين الفنيين حيبقى لها دور كبير جدا في حسم اللقاء لان كل مدير فني عنده اوراق وعنده افكار تقدر تغير شكل الجيم في كل لحظة يعني هو فبيراميدز اكتر فرقة عندها تنوع وتنوع خاصة في الخط الامامي هو بتتكلم مثلا الفيستوم مايليه هو السابت بس كمان عنده بديل زي مروان حمدي ممكن يسند معاه في اوقات لو يحتاج يغامر ولعب اثنين راس حربة بس عنده بقى تحت المهاجم ده ست لاعبين ست لاعبين حيلعب منهم تلاتة وعدد كاب عنده تلاتة فبيراميدز عنده التنوع الرهيب فدي بتمثل اسئلة ليوريتيتش ابراهيم عادل والله صديقه جولة مصطفى فاتحي والعبد الرحمن مجدي رمضان صبحي وعنده بره يوسف اوباما فهو عنده اختيارات كتير اعتقد هو هيروح لفكرة التجانس واللعيبة اللي هي موجودة معاه وحيخلي اللعيبة اللي جاية جديد زي صديقه جولة زي عبد الرحمن مجدي زي اوباما كاختيارات وأوراق مهمة جدا جوزيجو ميز هلعب بكرة بنفس الاسلوب اللي يقوم مباراة الاهلي اعتقد هو جوزيجو ميز بيحاول يحافظ على اسلوب بس في مباراة برامدز تحديدا يا كريم هو محتاج يغير الاسلوب لان برامدز اكتر لحظة انت ممكن تضرب فيها برامدز هي اللحظة التالية لقطع الكرة من برامدز في لقاء زي مالك والاهلي زي مالك كان بيميل لتدوير الكرة كتير جدا وطويل جدا وبيحتفظ بالكرة كتير وبيحاول يقلل عدد الهجمات بينه وبين الاهلي لكن في لقاء برامدز برامدز خلينا نقول ان اكتر لقاء استقبل فيه اهداف في الدور هذا الموسم هو كان لقاء الاهلي الدور الاول ومش بس استقبل اهداف هو كان اكتر لقاء استقبل فيه فرص قابلة للتحويل الاهداف تعال نشوف النتيجة يعني نبص على الصورة اللي بتعرض ارقام اللقاء هتلاقي ان بتلاقي الكرة خمسين خمسين يعني برامد تكافة نعرض اشوف بس هو يلا ورغم كده والنتيجة قريبة ممكن نقول ثلاثة اتنين لكن لو هنبص العدد الفرص يا كريم هتلاقي ان الاهلي عنده عشر محاولات برامدز عنده اربع محاولات فقط الاهداف المتوقع الاهلي كانت اتنين ونص سجل منهم ثلاثة برامدز كان واحد ونص المحاولات الفرص كان الاهلي صنع سبع فرص برامد صنع ثلاث فرص فده فرق شاسع صح رغم زي ما قلنا ان البرامدز كان بيبص كرة اكتر اللي امتلاك الكرة كان خمسين خمسين فالاهلي قادر يخلق خطورة كبيرة جدا على برامدز سبنا من حيثة ضرب الجزاء مش بديه موضوعنا الاهلي فعليا كان في اللقاء ده قادر يخلق فرص كتير جدا على برامدز صح وكان فيه عدم توفيق مهاجمين الاهلي على فكرة في الشرط الاولى نتيجة واحد صفر ممكن اللقاء يخلص اسهل من كده كمان للاهلي تعال نشوف هجمات الاهلي كان بتحصل امتا؟ اللحظة التالية لفقدان برامدز للكرة دي اخطر اللحظات على الزمالك بقى لو عايز يعمل خطورة على برامدز يغش الاسلوب ده ببساطة بص هنا كل لحظة برامدز حيفقد فيها الكرة يغش الاسلوب اللي عمله الاهلي قدام برامدز بالزبط هجمة لمسة اثنين ثلاثة حتلاقي فينا مساحة ما بعد فقدان برامدز للكرة بص يعني دي ده الجون طبعا انا هنا مش مهتم مصيره الكرة كان ايه بس هي اللحظة برامدز يفكدوا الكرة وقفلي هنا خلاص يعني نرجع بس انا عايز اوري الناس اه يعني دي اللحظة اللحظة اللي برامدز فقط فيها الكرة بص ثانية اثنين متعودش بقى تدور يعني الزمالك مش محتاج يقعد يدور الكرة هي لازم نقلة اثنين هتخلق مواقف هجومية مميزة جدا بص هنا بالنسبالي كده الهجمة انتهت هنا بص هنا برضو ده برامدز اهي فقدان الكرة لابس اثنين بتقدر توصل لخطورة كبيرة جدا على برامدز اللي بعدها برضو يعني هي دي بس انت مش محتاج تدور الكرة كتير قدام برامدز بص الضبط هنا دي اللحظة برامدز فاخد الكرة بص بص هنا اللعيب الايه اللي حيستلم في مواقف مميز جدا نوقف هنا ماشي عموان يعني الهجمات كلها بتبين قد ايه انه وانس اللعيب برامدز فاخد الكرة يعني هنا الكرة فاخدت من فاستو مايليه دي كرة على فكرة التعادل يعني برامدز كان متقدم ما كانش بيه غامر بص هنا فاستو مايليه فاخد الكرة بعد كده هتيجي هتيجي عند الاهلي ورغم تقدم برامدز في النتيجة ما كانش محتاج كده بص الطويلة في ظهر ادفاع برامدز بتعمل مشاكل كبيرة جدا جدا هنا هنا وقف هجومي مميز انا ما يهمنيش لعب الاهلي استلم ازاي بس هنا ودي الكرة بتاعة ضربة الجزاء كمية كبيرة جدا يا كريم من الفرص اوتيحت للاهلي في اللعب المباشر السريع وده اعتقد الفرح اللي عايزة تعمل خطورة على برامدز لان برامدز لو كان الزمالك راس ماله تدور الكرة والامتلاك على فكرة هو ثاني فريق في الدورة في النقطة دي الفريق الاول هو برامدز برامدز في النهاية عنده مهند لاشين عنده ملايات التوريه وعنده اجنحة قوية جدا في الاحتفاظ بالكرة وعنده اتنين مدافعين بيعرف يخرجوا بالكرة تحت ضغط بشكل كويس فلو الزمالك دخل الجيم التنافسي مع برامدز هو زمالك تفوق على الاهلي بالجيم اللي هو انا عندي عبدالله السعيد وناصر ماهر بيلعبه جيم مختلف عن اللي بيلعبه اكرم توفيق وامام عشور ومروان عطية لكن لو انت دخلت عبدالله السعيد وناصر ماهر في جيم بالشكل ده ما هو برامدز برضو عنده بلايات التوريه واحد من افضل اللي بيدوره كرة وعنده بقى الاجنحة القوية جدا والهجوم المنظم في برامدز قوي وسقيل جدا فزمالك ممكن يبعد عن الاسلوب المعتاد بتاعه ويحاول يركز مع برامدز على اللعب السريع المباشر انا عايز اجمل مع الزمالك برامدز واجيلك بارتو في الاهلي بس عايز اسألك على حاجة مهمة شاب بكرة الزمالك ازاي هيعرفي عوض دونجا او ممكن دين نقطة السلبية اللي عملها نادي الزمالك في المركات الصيفي الحالي ان انت بيبع عندك داخل الموسم بالعيب بروفايل رقم 6 وحيد داخل الفريق دي ممكن غلطة كبيرة قامت بها دارة النادي وكمان الجهاز الفني اللي مكمل من الموسم الماضي وعارف احتياجات الفريق عملت ازاي واستغنى عن بعض اللعيبة اللي كانت في المركز ده وحسب معلوماتي ان جوزي جوميس كمان طالب جناح بس يعني مش طالب لمدافع حتى لو هو في مخيرته ان عنده لعيبة بتعوض المركز ده زي محمد شحاتة او زياد كمال لكن مش هم عندهم نفس المهام او القدرات اللي عندي دونجا في المنطقة دي ما حدش فيهم شرس وقطع الكورة ما حدش فيهم بيقدر يغطي مساحت الجاري اللي بيقوم بها دونجا ما حدش فيهم بيبقى عنده القدرة على الافتكاك الكورة بشكل سريع في وسط ملعب المنافس فالزي مالك هيبقى عنده مشكلة كبيرة اشاف اللعيب الوحيد اللي يقدر اللي بشوفه من الفترة اللي ظهر فيها معنادي الزي مالك وبحس انه هو عنده جلد وعنده شراسة في وسط ملعب ومحمد شحاتة ومحمد شحاتة انت الفترة اللي فاتت بعته بشكل كبير عن منطقة وسط ملعب تم استخدامه كباك يمين وحتى لما كان بيخش في منطقة وسط ملعب كان بيخش كلعي برقم ثمانية نحت اللي مين لكن انت بكرة هتحاول توجده مكان في وسط ملعب الفريق كلعي برقم ستة ويقدر بشكل قوي كمان الاتنين رايبوا جنبه ومش هساعدوه في المعلانة واحد دفاعية زي مكالم الخليفة لو انت بدأت مع عبدالله السعيد وناصر ماهر ومحمد شحاتة ورقم ستة هتدخل نزل مالك في مشكلة ان موضوع الصراعات البدنية والصراعات الفنية في وسط ملعب برمز قوية جدا بتتكلم التلاتة اللي هم تحت رأس الحربة لو صديق جولة لعب او رمضان صبحي او ناحة مصطفى فتحي او حتى التلاتة اللي بره عبدالرحمن مجدي او يوسف اوباما او ابراهيم عادل يعني الست اللعيبة سهل من اسهل ممكن هم يسيطروا على الجيم قدام اي فريق سواء الزمالك او الاهلي ان برمز هو اقوى سكواد موجود في البطولة من ضمن الاربع فرق من ناحة الهجومية شهاب طبعا انا بكتما انت الاقوى الاقوى في الحتة الهجومية دي بتأثر بشكل كبير لا او ممكن حرص المرمى اقل شوية من الفرق او ممكن احمد الشنوي مقارنة بحرص المرمى في الاهلي تحديدة ممكن اقل من الاهلي والزمالك لا احمد الشنوي من ضمن مشكل كبير خاصة في المباراة الكبيرة احمد الشنوي بيظهرش الشخصية قوية اللي ممكن تساعد بنا طيب يا انت قلت محمد شحاتة هو اليوم اشوف ان هو افضل واحد افضل من زياد كمال طبعا لو هقارم ما بين الاتنين لا شحاتة افضل طبعا حل عيس مع رأي انا اروح لشحاتة كصندوق مغلق ما تمش تجربته في مركز 6 زياد تم تجربته وما كانش على الوسطى المطلوب فلو عندك اختيارين اختيار انت جربته وما اسمارش معاك واختيار تاني مجهول فممكن تلعب على المجهول بلعبة الرهانات لا وكمان الشكلة خليفة مظهر بيه شحاتة في حتة الكوة بس في حتة في شحاتة تخوف شوية ممكن يجري ورا الكوة ويندفع ويسيب مكانه بس اولك دي مشكلة في مركز 6 مع محمد شحاتة الشحاتة مش اللعيب اللي بيتمركز في 6 دي حقيقة عشه مش مانطيته اه الوعي هنا محتاج يعرف انه لازم يزبط في واحد برر حزبان خالص ومش عارف ليه ما اطرحش رغم انه هو لعيبها في امبي لو تتذكروا يعني محمد حمدي لقى بستة وتمانية في امبي بجانب طبعا لفت بجانب اللي هو جناح كمان ولعب عشرة كمان ولعب عشرة لقى بكل حي ومحمد حمدي حسب برضو معلومات ان جزيجو ميز معجب بي جدا بقى دي هو بس طرح بمميز بس ناحة الشمال عامل شغلة هال جدا بس محمد حمدي دي ما يتمش استخدامه اه التجربة هل 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 جزيجو ميز اه منا فاهم اه سندوق اسفوط بار اه بزاهم اه بس يعني حتى اتجرب شوية في مراكز الملعب بس ممكن بس هل التجربة قدام بيرامدز يعني تسمح بالنقطة دي انا بشوف انها هتبقى تجربة صعبة ان اول لقاء رسمي جمهور الزمالك يشوف محمد حمدي يكون في مركز مختلف عن المعتاد اللي يعني مفترض اللي يلعب يلعب الاول في مركزه وبعاكه يتجرب في مراكز تانية بالتدريج يعني بس هو على فكرة من ضمن الاختيارات عمر جابل ايه الاخبار عمر لو سليم لعب مهم جدا بس عمر برضو كان بلعب دايما تمانية على فكرة ملعبش ستة الصريح بس على فكرة عمر اكثرهم وعيا بس فيه في نقطة انت هتخسر عمر في الظاهر الايمن وهو احد اهم مفاتيح لعب الزمالك في الظاهر الايمن في الحالة دي فزي ما تقول ايه هتضرب مركزين واخلي بالك برضو في مشكلة كبيرة الظاهر الايمن في الزمالك حيواجه مين حيواجه ابراهيم عادل او صديقه قول حيواجه مصيبة ورمضان صبح لو مال اه مثلا وخلي بالك رمضان فعلا وهو بلعب عشر حتى يهي رايح هناك فحيواجه مصيبة فالحتة دي انت هتحط فيها محمد شحتل برضو تباركوزات وفزي ايمن مش افضل شيء فلأ فالزامالك على الاقل يخلي يعني لو فيه عنده مشكلة تبقى مشكلة في مركز واحد مش مركزين اسألكم سؤال تالي برضو انا بس عايز وقف عنده شوية هل ممكن يفقها باتنين يعني يضحب عبدالله السعيد او ناصر لا عبدالله يضحب ناصر مش هضحب عبدالله عبدالله عنده ما ينصر لو هو عمل كده وبينكز نفسه وبينكز وسط ملعب الزمال صح ولازم يعمل كده لو مسلا انا ممكن انا مسلا انا بشحاته وزياد او زياد كمان انا روح بقى لشحاته وحمدي شحاته وحمدي اللي بقى يبقى فيه حد بيلعب برجله الشمال ضمن السلاسي هتدي اكتر تنوع اكتر شوية ويكون عندهم خدر حفاظ بالكرة مشكلة صنعية زياد وشحاته اللي تنبخسره الكرة كتير فزيماك هيفقد الكرة كتير حمدي لعيب كرته كويسة شوية فحتفاظه بالكرة هيبقى أعلى فلو روحنا لدي انا روح لشحاته وحمدي وعبدالله السعيد تدي التوازن وتدي فكرة ان انا بيبقى مش بضحي قوي بشكل اتفاعي مباشر من غير ما يبقى عندي الشكل اللي هو انا قدر اكون بيها جماعة عايز اتكلم على نقطة بيرامدز بيرامدز من افضل الفرق اللي بتلعب كرات سبت ممكن هتبقى مكرر لو عادنا نجيب الكرات السبت البرامدز ان الناس كلها عارفة عنده الشيبي السنة دي راح بزيدله كمان عبدالرحمن مجدي عمل واحدة ضد الجوش الروهندي كمان مصابة فاتحة ما بترجع له فتميز بيرامدز كبير جدا في الكرات السبت لكن في مشكلة بقى خلينا نقول ان في الكرات السبت اللي على بيرامدز فيهم حاجة كانت موجودة على فكرة فريرا استغلها في اخر لقاء فاس بيزا مالك على بيرامدز في الدولي موسم 22-23 الهدف اللي لعبه من كورنر رجع لمصطفى شلبي وسدده الكرة دي متكررة لان بلاتي توري مش من اللعبة الشرسة او في الضغط فالمنطقة اللي هي قدام منطقة الجزاء ما بتبقاش محمية اوي لا في الكرات السبتة ولا في اللعب المفتوح على فكرة هي منطقة من اكتر مطل اللي بتضرب بها بيرامدز تعال اوريك في المباراة الاهلي اللي احنا استعاننا بها كمرجعية الاهلي كان فيه مرتين الركنيات بتتلعب للاعب فاضي تماما على فكرة الزمالك عمل الجملة دي ضد البوليس الكيني بس الجملة دي في بيرامدز انا عايز اقولك ان هي مش يعني اتعاملت في المباراة مرتين بدون اي انتباه من بيرامدز هنا بص بص هنا اللي عيب بيستلم لوحده ازاي يعني هو سددها برا بس سوا سدد بكل الروح وسدد مرتاح اه بزا وتقرب في شوت التاني برضو هنا المنطقة دي اتعامل منها هجمة غلط نظر طبعا ان حسين الشحات ما استخدمهاش بس المنطقة اللي حاديد حدود المنطقة تمش استخدم حمايتها بشكل كبير في مطش الجيش الرواندي بص المنطقة دي في حتة كده في لعبة بيرامدز بلاتي توري مش شارس قوي ومش من اللعبة اللي عندها الوعي بغلق الحتة دي قوي بلاتي توري مستو بالكورة فالحتة دي في بيرامدز مش بحمية فريرة استخدمها في موسم 22 ده كان اخر فوز من الفرقين بعدها خمس تعادلات على فكرة بغض النظر ضربات ترجيح مرة راحت لبيرامدز مرة راحت للزمالك لكن كان الزمالك سجل بالطريقة دي كورنر وتلعب لمصطفة شالبي وسدده انا عايز اقول ان المنطقة دي في بيرامدز مع شوية حرص المرمى في التزديدات ما بتبقاش افضل شيء المنطقة دي من ضمن المشاكل في بيرامدز ولنفتكر ان نجون مجد افشا جي من نفس المنطقة دي في لقاء الاهلي لخلص ثلاثة اتنين فالمنطقة دي مش محمية بشكل كويس في بيرامدز نروح بعد الاهلي الاهلي بكرة شايفه يدخل مباراة بقوة كبيرة يعني فيه ناس تقولك ايه الاهلي لما يبقى خسران بطولة بينزل على المنافس اللي قدامه وبيزعله تمام ولا الاهلي هيتأثر جدا بالخسارة امام نادي الزمالك ده ما اعتقدش واعتقد الحوافز هكون اكبر عند النادي الاهلي وممكن ده من سوق حظ سراميكا كلوباتر انه بيواجه الاهلي وخسران السوبر الافريقي بالشكل اللي ظهر به نادي الاهلي على المستوى الفني في المباراة وكمان قدام المنافس التقليدي بتاعك اللي هو نادي الزمالك وممكن دي اللي بتصعب الامور اكتر في اي هزيمة اللي بيتعرض لنادي الاهلي او نادي الزمالك نفسه لو قسر قدام الاهلي او اللعكس فالموضوع بيبقى صعب على الفرقتين فالاهلي شايف بكرة لا التركيز هيبقى كبير اللي حوافز عند العيبة اكبر عند الجهاز الفني ان اختبار قوي لمارس الكولر اللي حط نفسه في حتة كان بعيد عنها لموسمين كاملين ان الجمهور الاهلي شايفوا كويس جدا شايفوا ان هو ماشي وعنده سمرية كبيرة لكن بعض الاخطاء الفنية اللي حصلت للفريق قدام نادي الزمالك اللي انت واحدة من اسوأ المبارات اللي لعبها في مارس الكولر مع الاهلي مش هي ومش واحدة من اسوأ ده هي اسوأ مباراة على المستوى الفني ما شفتش جملة واحدة طول المباراة راكلة الجزاء جات يمكن حتى اكرم طو فيه نفس ما كانش شاعر ان فيه راكلة الجزاء فيمكن اهلي قدى بشكل سيء قدام الزمالك لكن بكرة الموضوع يبقى مختلف هيبقى الحافظ اكتر عند العبية النادي الاهلي لكن ما حدش يخفل برضو القوة اللي موجودة عند النادي السراميكا كليبات صحيح ايه المشاكل اللي عند الاهلي اللي المفروض بكرة كلها يكون حلها وكلها يشتغل عليها بص يمكن اكتر مشكلة ظهرت للنادي الاهلي في مباراة الزمالك المشكلة اللي وراء اللي اتنين بكات سواء يحيطوط الله او عمر كمال لما اشترك بعد محمد داني المحمد داني تريد انخرج بعد تلت الساعة او من اول عشر ده وكان مصاب ما قدرش ان هو يكمل لو نجيب الحالات بتاعت الدفعية للنادي الاهلي اكتر نقطتين بيضير فيهم النادي الاهلي المساحات اللي بيدم استغلالها وراء البكين بدأت الشوت التاني وبدأ يخلق مساحات في خط ظهر النادي الاهلي كان دائما من على الاطراف الملعب دي واحدة في ظهر عمر كمال اه كان من بنتاك لمصطفى شلبي الكرة دورت من اللي مين للشمال وراحت من بنتاك لمصطفى شلبي وما تعملش معاه بشكل جيد نكمل بعد كده الحالة اللي بعدية دي برضو واحدة تانية برضو التقاعص اللي عند بيرسي تاو في عملية الادوار الدفاعية ممكن دي المشاكل اللي دخلت يعني او دي ممكن من اكتر المشاكل اللي صعبت المبرع للاهلي ان لو كان بيرسي تاو الحسين الشحاب بيقضي الادوار الدفاعية الكرة دي ممكن اتعامل فيها ناصر مهر بشكل جيد على مرمى النادي الاهلي كرة الهدف البداية نفسها يا كريم لو رحزت هتلاقي حتى في رعونة كبيرة عند وسط ملعب النادي الاهلي ان هم خلاص هم عارفين في اي وقت يقطعوا الكرة طبعا لعبت زي مالك يستغلوا الخطأ الكبير حسيني الشحات استسلام تام ان هو خلاص على صدق ان الكرة تتقطع لكن هو كان مطالب انه يرجع ويكمل جاري مع اللعيبة لما عمر جابر انفرض بالكرة ودخل من ناحية اليمين بقت الزيادة عددية اكتر لعب تنين الزمالك يمكن الشكل الدفاع لما يكون اتنين لعيبة من المنافس على اتنين لعيبة من الدفاع ده اعتبر افضلية للمنافس مش الفرق المدفع فحسيني الشحات تقعص عن الدور الدفاعي الكرة تلعبت بالعرض طبعا السلحان اللي كان موجود فيه فعلنادي الاهلي طوال المباراة قدر ناصر منسل تعم ابره حسيني الشحات في الكرة دي ان احياء اختلف معك سيدا انت حبيبي بس انا بقول ان الكرة هي في رجلة هيحيي اعطوكم ها الوضع الطبيعي للوينج ان خلاص الكرة في رجلة زميلة انا ببتدى غير موقفه من الحالة التحفز الدفاعي للحالة ان انا بدور حتحرك ازاي عشان زميلي ممكن يتحرك انا بقول لك انا بقول لك في اغلب الكرات انا متفق معاك ان الايل عنده مشكلة وراه اطرافه يعني انت انا بقول بس كورت الجون انا بقول كورت الجون نفسها ما بلوم شاو على الحسن الشحات طبعا اللهم الاول عليها احياء اعطوكم الله معفوض بالزبط يعني هي لو فيها احياء اعطوكم الله ثم ياسر ابراهيم احيانا الشحات انا بشرح بس انه دي احيانا اللعيب لما بيبقى الكرة مع زميلو بيبقى غير موقفه خلاص الاستيوت بتاعه من الاستيوت الدفاعي الاستيوت بقى انا مستني بقى هعمل ايه هجوميا بس تا دي نقطة مهمة طبعا السيراميكا اللي باتر بقى ايه نقطتك بقى السيراميكا الموسم اللي فات ظهر بشكل هجومي قوي جدا ورغم ان هو كان هجوميا قوي جدا كان عنده مشاكل دفاعية كبيرة جدا ولو نجيب الاركام بتاعت بس في ثلاثة تقال اوي انا جايلك او يعني الشكل القوي اللي ظهر به انت غيرت تعتبر جلد الفريق على مستوى الهجومي انت اقوى ثلاث لعيبة واقوى ثلاث مساهمات كانت موجودة في الفريق انت ضحيت بيهم ممكن دي احساية الفريق في الموسم الماضي كله في عدد المباراة اللي لعبها يمكن المركز خده ولمركز الثامن الفوز تحس هو والهزيمة تحس كم في تعادل في كل شيء بالنسبة لفرقة سيراميكا كلوباترا عدد الاهداف كان يعتبر نسبة كبيرة جدا بالنسبة لانت فرقة زي سيراميكا كلوباترا بتسجل واحد وخمسين هدف وفي نفس الوقت بتستقبل اثنين واربعين هدف كانت برضه كانت نسبة كبيرة ومعدل الاهداف نفسه واحد ونص هدف أنا شوفه معدل كبير جدا لفرقة زي سيراميكا كلوباتر بالإمكانات الكبيرة اللي كانت عند الفريق لو نكمل بقى الأرقام لو بسط الأرقام بين سيراميكا وبقى فرقة الدوري هتلاقي دايما هو من أول أربع فرقة في الدوري في كل الأرقام سواء في الأهداف المسجلة سواء حتى في معدل التزديد في معدل التزديد على المرمى إجمال التزديدات معدل التمريرات هتلاقي دايما بالنسبة الاستحواز على كورة لي الخامس معدل عرضيات هو الرابع معدل عرضات الصحيحة في المباراة اللي هو الثالث فكل الأرقام اللي في الأغلب هتلاقيها هجومية كان نادي سيراميكا كلوباتر كان مميز بيها في الموسم الماضي حتى معدل المراوغات إنه كان عنده لعبة كتير جدا مهرية في وسط الملعب كان هو الثالث على مستوى الدوري نابو أرضو حتى المخالفات المكتسبة في المباراة برضو بيقدر ياخد فاولات بشكل كويس في اللقاء وبيستغلوا كرات السابتة فإجمال الأرقام لنادي سيراميكا كلوباتر في الموسم الماضي قوي جدا لكن بعد رحيل السلاسي أعتقد الشكل اللجوم لسيراميكا هيختلف وهياخد وقت كبير جدا مع كابتن أيمن الرماد إنه يبدأ إنه يخلق قوة هجومية جديدة لفرقة سيراميكا كلوباتر أي نعم عنده بعض العناصر السابتة محمد أبراهيم ميشي أحمد ياسر أحمد ياسر ميشي سديق أقولة الأقوة سديق أقولة يعتبر هو كان الأنصر الأقوة في قط هجوم فرقة سيراميكا كلوباتر لكن عوضوا بعض السابقات القوية ممكن زلاكة من برمز يعوض الدور دا في صدق فوسط الملعب برضو بشكل كوي استمرار بوكة في كرس حربة للفريق برضو مع استمراريت أحمد كندوس وتجديد العارة وفخر القايي كمان لعيب مهم إما في فرق برمز أعتقد رايبالي تأثير هجومي على الكابتن أيمن الرمضان يبدأ يخلق هوية هجومية جديدة لفرق السيراميكا الهوية دي أول مرة هنشوفها بكرة قدام نادي الأهلي حظوا أن الهوية دي اللي لسه هيجربها تبقى قدام نادي الأهلي فهل هو هينجح؟ هل هو الفترة اللي اشتغل فيها الفترة الأخيرة مع نادي السيراميكا؟ هينجح فيها قدام نادي الأهلي اختبار صعب بالنسباله في توقيت هو الأصعب لنادي الأهلي ودخل بالمورة طبعا أقول حتة بدية ولا أنت عندك فاصل أحاول حتة سريعة أنه هو ضحى بصدقه جولة ورقة قوية جدا بس جاب عناصر تكون أكثر اتزانا يعني هو كان عنده أحمد قندوسي ومحمد إبراهيم دول التمنيات التي بتوعه لا هو دلوقتي جاب تمنيات زي محمد صادق وعبد الله مجدي لو مش بنفسه القوى الهجومية بس يدوله اتزان عشان يعوض المشكلة اللي شاب كان بتكلم فيها معدل الأهداف اللي بيستقبله عالي ما كانش بيجي من دفاعه قد ما كان بيجي من خط وسطه فممكن يكون ضحى بورقة هجومية مقابل فريق متزن أكتر حلوة جدا لسه كمين مع حضراتكم مع خليفة والشاب بعد الفاصل نواصل خليكم معكم يعلم بحضراتكم مرة أخرى لسه مشهراتي محمد خليفة والشهاب هيك على الحديث عن مبراطي الغد إن شاء الله مبراطي الزماليكو بيراميدز والأهل والسيراميكا كيليوباترا روح لخليفة دلوقتي وسألك على تأثير وجود صديق وجولة بكرة مع بيراميدز قدام الزماليكو تأثير كبير جدا أنا معتقدش إنه هيبدأ إلا هو موجود في أي فريق غير بيراميدز فصديق أجولة كان حيب أساسي يعني لو وديته الأهلي حيلعم يعني لو وديته الأهلي هتلاقي سيري الشحات وصديق أجولة وحطيته في الزمالك هتلاقي زيزو وصديق أجولة لكن بيراميدز عشان عنده إبراهيم عادل واحد يعني من أبرز المواهب في الكرة المصرية بشكل عام فأعتقد إن إبراهيم عادل هيأخر شوية اللحظة اللي هنزل فيها صديق أجولة بس هيتم الاستعانة بيه في اللقاء أقول لك تصوري وأوقعي أنا طاقع بكرة صديق أجولة هيبدأ وبريمة يبعدك يعني بالنسبة لي هو مش اختيار غريب لقيمة صديق أجولة بس برضو في قيمة كبيرة يا صديق أجولة إبراهيم عادل المنسجم أكتر مع بيراميدز ولعب معهم كتير في نقطة أنا تصوري بيراميدز بماهد للبيع لا صديق أجولة اشتغل مع بيراميدز في المواسكة بتاع تركيا ده كله فممكن ترتيبات الراجل ووجود اللعب معاه ممكن يدي على حسابه مش عشان هو أحساب من المعادل بس عشان ده اللي كان معاه في المواسكر الأخير ممكن دي وممكن العنصر التاني إن إبراهيم عادل فاميليار مع الفريق ومنسجم أكتر بس دي أجولة أنا فرق أنا بقى كريم هو أهم صفقة تمت الصيف ده ضمن الأندية المصرية أهم صفقة عموما بكل خلينا نقول الأهل يجاب لعيبة قوية جدا لكن في النهاية الأهل يجاب لعيبة بتعوض لعيبة خرجت منه فمفيش حد حيبهر في الأهل حتى لو قده بمستوى جيد مش حيبقى زي ما الأهل الثاني اللي فاتت جاب إمام عشور في بداية الموسم وجابه سامة أبو علي كان أهم صفقتين في الدولة المصري إزا مالك عمل تقويات للسكواد بتاعه وصد صغرات بس إزا مالك مثلا كان بيحاول يعمل صفقات قوية جدا زي كريم بركاوي وبوبنزا والاتنين مجوش فمحدش عمل صفقة عتعمل فرق هجومي كبير زي ما برمج زي عامل بصديقه جولة يعني ده في رأيينا ده أهم صفقة تمت في الصيف ليه الراجل ده متنوع جدا كريم وحيدي التنوع ده لبرمجز وحيساعد معه الراجل ده كريم ده أهم جناح الموسم اللي فات في الدولة المصري على مستوى التسجيل والصناع في توتل الموسم الراجل مسجل 12 جون صانح 11 جون تزديداته أغلبها بيكون عامل عدد محاولات التم 88 منهم على المرمى 35 محاولة يعني مفيش مطش غير ليه محاولة قوية بين الثلاث خشبات ودايما من أماكن خارج منطقة الجزاء ومن داخل منطقة الجزاء في وينجر بيميز بس إنه يخش جوا منطقة الجزاء ويكمل وفي وينجر تاني ما بيعرفش يكمل وبس بيشوت مثلا من خارج منطقة الجزاء هو عنده التنوع بتاع إنه هو يبقى من خارج منطقة الجزاء خطير جدا وبيخش منطقة الجزاء ويكمل بشكل خطير جدا أهدافه متنوعة طبعا أغلبها طبعا برجله اليمين لكن مسجل برجله الشمال مسجل بدماغه مسجل بأكتر من الطرق تحال نشوف التنوع ده يا كريم الراجل بيعمل صناعة وبيسجل وعنده اللي أنا بقولك عليه خارج منطقة الجزاء شغال بشماله يعني هنا دي كور من خارج منطقة الجزاء وحدود منطقة الجزاء عنده كمان فكرة إن أنا أقدر أهجم مساحة وأكمل وإذا كان بقى جوه المنطقة دي أهداف من ساعة ما كان في سموحة وكان باهين جدا أنت عارف إن أنا جيت لك هنا في البرنامج كلمت عصديقه جوله مثلا ثلاث مرات كل ما كان موسي من ثلاث يتكلم كنا دايما بنتكلم عصديقه جوله إنه كان واحد من أبرز لعب الدولة المصر عنده الميزة اللي هي أي مجربي يحلم بها في الوينجر إننا أقدر حلعب أشارك في بناء اللعب وصناعة الفرص وشارك في إنهاء الهجمات وتخليص الفرص يعني الحاجة اللي كانت موجودة مثلا في بن شرقي اللي هو أنا أقدر بص النشاء كمان في التحرك عظيم عظيم أنا أقدر أبقى في المنطقة أو في المساحة وفي نفس الوقت أقدر خارج المنطقة أساهم في اللعب وممكن أنا اللي أختارك بالكورة يعني هنا منطقة الاستلام خارج المنطقة أنا أقدر بالكورة أعمل شغل كبير جدا أو زبايل هما بيعملوا شغلهم الكبير بالكورة أقدر أبقى موجود أنا في منطقة الجزاء كمهاجم تاني صديق جولة رجل لعيب هنا بأسلا الجزء التاني يمينه بيحضر هو داخل طبعا صديق جولة وعادنا نستعرض في أهدافه مش هنخلص هنحتاج كده لكن من أهم الصفقات اللي اتعاملت في الدولة لمصر السنة دي أنا متوقع أنه هو يكون البديل السوبر لبيرامدز في لقاء الزمالك يعني ممكن يتم استخدامه ويجي مين ويجي شمال على فيك هو بيلعب حتى في ناحية اليمين فممكن أي فردة في بيرامدز مش هتدي المطلوب منها يعني رجل ممكن أنا توقع أنا يبدأ بإبراهيم عادي رمضان صبح مصطفى فتح أي واحد في دول مش هيبقى في يومه هتلاقي أول تغيير هو صديق جولة ما كانش زي رأيك أنت كانش يبدأ يعني هائل كندوسي بكرة هيبقى مؤثر جدا مع ساميك روبترا قدام الأهلي في ظل الظروف والأحوال اللي حصلت الأعمل اللي فاتت دي طبعا لو الظروف دي هتأثر هتأثر بالإجابة على كندوسي المشكلة اللي حصلت كلها كانت برى الملعب والمشكلة الأخيرة بسببها عرضه نادي الأهلي للبيع لكنه يبقى واحد من أهم اللعيب اللي كانت موجودة الموسم الماضي مع نادي السلاميكا وأداء الموسم الماضي تسبب فيه تجديد الأعارة من جديد في الموسم 2024-2025 لعيب رقميا الموسم اللي فات على مستوى التهديف سجل 8 أهداف على مستوى صناعة اللعب صناعة 6 أهداف ده في بطولة الدوري بس مشارك في 14 هدف في فرقة ولسه رحلها في أول موسم أعتقد رقم أو أرقام مميزة بصراحة لأحمد كندوسي لو بسيط الأهداف حتى قدام مبارياته قدام النادي الأهلي يا كريم في المطشينبت وعد دوري الموسم الماضي مباراة الدور الأول اللي انتهت 2-1 هو اللي سجل في مرمى النادي الأهلي وهو اللعيب مميز بصراحة في الحتة الفينيش حتى في المنطقة اللي بيخش فيها من ناحية اليمين ويبدأ أنه يستخدم رجل الشمال في عمق الملعب بيأديها بشكل جيد فعنده تنوع في الشغل الهجومي سواء بالتسديد أو أنه هو كمان في عملية صناعة اللعب والتكملة داخل منطقة الجزاء أشوف واحد من أخطر الأوراق اللي ممكن يجبعها نادي الأهلي في مباراة اليوم قدام سيراميكا كليوباترا واحدة جزء برضو تكلم عنه من شوية خليفة على صديق جولة وعملية صناعة الفارق داخل فرقة بيرمز بالإمكانياته نفس الكلام بيتم على أحمد كندوسي اللي بشوفه واحد من العناصر اللي هتكون مؤسسة مع النادي الأهلي عملية التسديد دايما أول هتواجه مشكلة كبيرة مع النادي الأهلي لأن دي المشكلة اللي كانت متواجدة حتى في مرات الزمانيك الأخيرة في عملية قلة الضغط اللي كانت موجودة عند السلسل وسط صباق مروان عطية أو أكرم أو إمام ممكن يستغلها كندوسي في المساحة اللي موجودة قدام منطقة الجزاء في التسديد على المرمى والنادي الأهلي اتقرص منه مرتين الهدفين اللي دخلوا في مرمى نادي الأهلي في المطشين قدام سيراميكا كليوباترا أحمد كندوسي هو اللي سجلهم بالمشكلة اللي حصلت مع النادي الأهلي والأزمة الأخيرة بيقوم بيها بشكل جيد فممكن دي المشكلة الوحيدة اللي ممكن تواجه نادي الأهلي مع بالعناصر جديدة والانتدابات الجديدة اللي قام بيها في رئة سيراميكا مع وجود مهاجم قوي زي جون إبوكا أعتقد دي ممكن أخطر الأوراق اللي ممكن نادي الأهلي واجهها بكرة في مرات السيميفاين عايزة العام معكم نلعب الآخر يالعبين أهلي سيراميكا البطرة من يكسب أهلي بصعوب زمالك برامت ضربات جزاء مين يكسب الزمالك مين يكسب الآلي والزمالك في الفاينال أهلي ضربات جزاء ضربات جزاء برضا ماشي أهلي سيراميكا البطرة أنا والله العظيم ما عندي توقعات لا لا هنلعب كافة الأهلي أرجح كافة الأهلي أرجح على سيراميكا الزمالك برامت إحساس أنه موتش خمسين خمسين طب أنا أقولك لو الزمالك عدى برامت زي حيخد السوبر لو برامتز عدى الزمالك الأهلي هاخدوا السوبر حالو يعني لو الزمالك كسب برامتز واجه الأهلي في الفاينال هيكسب الأهلي في الفاينال في السوبر لو برامتز عدى الزمالك ووصل الفاينال مع الأهلي الأهلي هيكسب ده توقعي. مش عارفش بموتش الزمالك وبرامدز مش عارف اتوقع. بس ده ده برضو حل لزيز. بتعايش تب حاجة؟ لا لا لا. هو دايما هو. موضوع ان هو مش عايز يشوف الاهلي والزمالك في الفاينل في السورة. والله ابدا انا متوقع احساس بس. يعني احاسس برضو. يعني انا مستدقل موتش الزمالك وبرامدز. او موتشين صعبين كده كده. حسوا مش الموتش اللي فيه توقع او رايح لحد. يعني مفيش. طبعا. نشوف الافضلية حتى على الورق. هي الافضلية البرامدز. يعني قدام اي منافس سواء الاهلي او زمانك او سيراميكا الافضلية البرامدز. يعني او فاينل بين الاهلي وبرامدز زي انا حقولك ان الاهلي اللي هيخد البطولة اينا. ايش معنى؟ اه فيه في الاهلي قدام برامدز هيبقى فيه شراسة اكتر بكتير من الناس متخيلات. فيه دقات تفوق عند الاهلي على برامدز. الاهلي يقدر يستحمل هجوم برامدز وفي نفس الوقت يقدر يسجل في ادفاع برامدز. الاهلي عنده قوة هجومية اكتر من قوة الهجومية. طبعا. عشان الوقت الخالس. وتلو الزمالك والاهلي الزمالك يكسب. اه. لان الزمالك يقدر يلعب الجيم اللي هو يتعب الاهلي ويقلل عدد من هجمات. الاهلي عنده شراسة هجومية اقوى من من الزمالك. لكن الزمالك بيقدر في الجيم ده ينقله لفكرة خط الوسط والحاجات دي. ويبعد عن ان الفرص الكتير. ما بيفتحش الجيم كفرص الكتير. خليفة نورت الدنيا خليفة. شكرا جزيلا شاب. شكرا جزيلا ونورت الدنيا حبيبي. اختام حلقتنا النهاردة من رقم 10. يا رب تكونوا استمتعتوا معنا. شوفكم يا رب. على البخير. انه مش هنسي بالبيت بس.